من رواع المسرح الأيرلندي المعاصر نقدم الممر الوعى الممر الوعر مصرحية من تأليف جورج شيلز ترجمت مصطفى أبو حطب وإبراهيم الدسوئي إخراج مصطفى أبو حطب الفصل الأول المنظر حجرة الجلوس في بيت ميشيل تانسي أريفي وهي حجرة مريحة ذات أثاث بسيط بها متفاءة ونور كهربائي في الخلف نافذتان مزدل عليهم ستائر ثقيلة تجلس ميسيس تانسي وهي امرأة يبدو عليها طيبة في الخمسين من عمرها تحييك بعض الملابس أما سارة وعمرها 22 عاما تحاول إصلاح جهاز الراديو بمفك في يدها هذا الشيء المنحوس لن يصدر أي صوت لا تقولي أي شيء لوالدك يا سارة عندما يحضر من المطبخ لسماع الأخبار لن تتاح له فرصة سماع الأخبار على هذا الشيء الليلة إن التوصيلة الكهربائية بها خلل يستطيع شون أن يصلحها بمدياته فدعيها حتى يحضر يا طفلتي إن شون في المدينة وربما لا يعود إلا بعد مدة طويلة لقد قال إنه سيكون في البيت في الوقت المناسب لسماع الأخبار وإني على يقين أنه سيصلح هذا الجهاز في ظرف دقيقة واحدة يقبل ميشيل وهو نموذج طيب للفلاح الأيرلندي في منتصف الخمسينات من عمره يرتدي حذاء طويل الرقبة ألم يحن موعد الأخبار بعد؟ أين خفاك يا ميشيل؟ تركتهما لتجفى قريبا من النار في المطبخ لقد كنت بالخارج في الفناء ودست في الوحل ألم يحن موعد الأخبار بعد؟ لم يحن موعد الأخبار إجلس سيحضر شون في خلال دقيقة واحدة ليصلح ماذا تفعلين بالرادو يا سارة؟ ألن يتكلم؟ كلا يا أبي سيصلحه شون في دقيقة واحدة لأنه يعرف كيف يصلح حسنا 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 أليس صعبا على المرء بعد دفع مبلغ محترم من المال ثمنا له؟ والحصول على شهادة ضمان بطول ذراعي هذا ألا يعمل نصف المدة؟ ليس الأمر سيئا إلى هذا الحد يا ميشيل ثم إننا عشنا بدونه ليال عديدة لقد ورطني ابن مكمهون في شرائه بإطرائه المبالغ فيه كان يقول إلمس هذا المفتاح أو ذاك وسينقل لك كل همسة من أقصى ركن في العالم فعلا لقد كان يعمل جيدا في أوقات كثيرة كما ادعى يا له من شيء كافه في هذه اللحظة تعزف فرقة موسيقية تشنف الأذان وتطير موجاتها فوق دارنا ولا شيء ليلتقطها بينما جهاز مكمهون الذي يشبه فطيرة الخوخ يكثم هنا أصم أبكا إذا لم تسمع نشرة الأخبار الأولى فستسمع الأخيرة إذا لم أسمع الأخبار الليلة فسأرى مكمهون غدا صباحا وسأجبره على ابتلاع ضمانه تدخل ميس بني وهي فتاة ممتلئة حيوية صغيرة الجسم في العشرينات من عمره سارة نعم لقد تركت قلمي في المدرسة هل أستطيع أن أستعير قلمك؟ أريد أن أكتب خطابا بالتأكيد يا ماري ستجدين قلمي في جيب معطفي في الصالة أتعشم أن لا تكوني قد فقدت قلمك يا ميس بني فكم هو جميل؟ آه كلا يا ميس ستانسي فهو في مأمن من الضياع أتذكر أنني تركته في المدرسة فآخر شيء كتبته هو أنني كنت أقوم بتصحيح درس لأحد الأولاد في الفصل ماري لا يوجد حبر كثير في قلمي ها؟ آه يا كفيني ما فيه يا عزيزتي أريد أن أكتب بضعة أسطر فقط بضعة أسطر للرقيب ها؟ يا ميس بني ها؟ آه من المؤكد أنني إذا نسيت أنا نفسي أن أذكر هذه العلاقة لها لذكرتها هي نفسها إنه صف ضابط يافع طيب وفتى شهم وماري بني طيبة مثله الشيء المحزن أنها ستفقد مرتبها القيم عندما يتزوجات حسنا حسنا ألن تحصل على مرتبه الذي يصل إلى المئات؟ سأكون مندهشة للغاية إذا ما حدث زفاف ولهذا السبب لا ينبغي أن نتكلم عن هذا الموضوع آه إنه ماركي على الباب الخارجي لقد رأيته أن تمسبك الحداد عند الظهيرة إنه يرتدي قبعة مستديرة فوق رأسه مثل أحد المتسابقين بالسيارات لقد مر وقت طويل منذ أن كان هنا إذهبي أسار ودعيه يدخل يدخل هنا؟ بالتأكيد ولما لا؟ ليس رجلا مقدسا قديس يمشي على قدمي إنه الاحتيال يمشي على قدمي لقد وعدني بإحضار قطعة من الحجر الرمادي من سليمش وإذا قرأ قد نسيها أوه لا تنزعجي هكذا يا كاترين فسيكون معه كثير من الأحجار الرمادية سواء ذهب إلى سليمش أو لم يذهب ميشيل تنسي لا يجب أن تتفوه بملاحظات خارجة في حق الناس الطيبين سارة تدخل ماركي وهو رجل عجوز يشبه سيارة قديمة ولا يبدو عليه أي سن محدد متدثر حتى ضقنه بعدة معاطف قديمة شعره الأبيض طويل يلبس بريه قديم وجيوبه العديدة مليئة بأشياء عديدة متنافرة أهدي حبي للجميع هنا الآن وإلى الأبد آمين ولك مثل ما قلت يا ماركي ولنا جميعا رحمة السماء في الآخر يا حبي ألم يكن هذا هو ما قلته بالحرف الواحد لراع صغير في الطريق العام عندما منحني بنسا لقد قلت له آمل يا بني المبجل أن تقترب من السماء الآن بقدر بنس كامل ثم ناد علي لأرجع وأعطاني ستة بنسات لقد أصدت معه الهدف وضربت على الوطر الحساس يا ماركي لقد أشعت روحا جميلة في ذلك المكان لا لا قد كان ثمة خير لكن كان لابد من تحريك هذا الخير اصحب مقعدا يا ماركي واجلس بالقرب من المدفاة ستحضر النساء لك شيئا تأكله لن أجلس الآن يا سيدي إذ يجب علي أن أقوم بزيارة أخرى مهمة ألم يزل فليكس بات والأخت ماجي كما كان سابقا؟ كلاهما يعيش وفي حالة طيبة إنهم ما أريد أن أرى أولا وسأعود بعدئذ إلى هنا كي أتناول عشائي والأمضي جزءا من الليل هنا على الرحب والساعة يا ماركي أعرف هذا يا سيدتي أعرف هذا وإلا ما جئت هنا إنني أبدا على بيت به أي روح غير طيبة فهذا البيت له مكانة فريدة في نفسه وأين ستستقر الليلة يا ماركي؟ في نيته أن أبيت مع جون بيري في كوخه فإنه رجل وحيد مثلي يا لجون المسكين إن صحته لم تكن على ما يرهم في الآونة الأخيرة لقد أصابته نزلة برد لما يزيد على العام سأعد له زجاجة لتقضي على مرضه فإنني أعرف علاجة آه عجبا يا ربي هل ضاعت مني بعد أن حملتها هذه المسافة البعيدة؟ ها حسنا حسنا ها هي ذي كنت على يقين من أنك نسيتها يا ماركي ها ماركي لا ينسى أبدا أي وعد ها هذا كل ما أتيت به من سليمش من ذلك المكان الذي يطيب فيه للكافر أن يحرق على أن يؤمن لك أن تبتهج الآن يا كاترين آمل أن أذهب إلى هناك يوما ما عندما أكون قد تقدمت في السن ويكون لدي وقت أكثر للصلاة ماركي أنا ممتنة لك لإحضار هذا الحجر من ذلك المكان البعيد آه ليس معك شيء لي يا ماركي لك قطعة الحديد هذه يا سيدي هذه القطعة جئت بها من رجل حكيم في أقصى الشمال قال لي قل لمستر تانشي أن يضع هذه فوق عقد الباب الخارجي في الصباح حينما يصوم وأن يتركها هناك ألم يقل الرجل الحكيم أي شيء عن النتائج أو عما يمكن أن أتوقع فعلا قال فقد قال لي قل لمستر تانسي أن يتوقع خصوبة في الضرع ووفرة في المحصول عظيم 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 سأعلقها بيدي صباح غد قبل أن أبتلع أي طعام أو شراب ولدي شيء لك يا حبيبتي يجلب الزوج المناسب هذا ما أريده بالضبط يا ماركي أين يجب أن أضع هذه تحت الوسادة كل ليلة ثلاثاء وسترين ما سيحدث إن صح مفعولها فلابد أن تحضر الزفاف يا حبيبتي سأكون هنا في الحفلة الراقصة معي هنا شيء لسيد شؤون ولكن يجب أن أسلمها له بنفسه يدا بيده إنه في المدينة يا ماركي لكنه سيعود إلى البيت حالا حسن حسن سأراه إذن عندما أعود لتناول عشائي إذا كنت ذاهبا الآن إلى منزل فيلكسبات فيمكنك أن تختصر المسافة عبر الحقول كل البوابات مفتوحة قبل أن أذهب ألا تتعطفون علي بزجاجة فارغة سعة لتر أو نصف لتر بسدادة محكمة لها سارة هل توجد واحدة بالمنزل؟ سأذهب لأرى كانوا يقولون عند مسبك الحداد إنك اشتريت مزرعة أخرى يا سيدي هذا حقيقي يا ماركي إنها مزرعة للماشية عند سحف الجبل مئة فدان هكذا؟ إن لدى شون فكرة طيبة عن تربية الأغنام والماشية هكذا؟ وهل جماعة دوليس فوق الجبل رادون؟ على قدر ما نعرف لم يكن لنا ماشية على الجبل طوال هذه المدة الطويلة لذا فإننا نرى قلة من آل دوليس كلما قل ما طرون منهم كلما كان ذلك أفضل إنهم ليسوا قوما سيئين ولم يتعرضوا لنا أبدا إنكم لم تمتزعوا مزرعة من بين أسنانهم من قبل هل كانوا يريدون المزرعة؟ ربما لا ربما ينسى الكلب الجوعان عظمة في وقت ما في آخر مرة كنت هنا كان واحد منهم وهو بيتر الصغير يزور الكنيسة ونهب صندوق النظور أتذكر ذلك اليوم؟ ولكننا لم نعرف من الذي فعل ذلك كيف عرفت أنه كان بيتر الصغير؟ ميشيل لا يجب أن تسأل هذا السؤال قد عرفت لأنني كنت قد صعدت إلى بيت أبيه فوق الجبل ورأيت العملات النحاسية رأيت كومة منها فوق منضضة المطبخ ليحفظنا الله وكان هاف الأب يحصيها ويلوم بيتر على تراخيه لأن الكنيسة كما قال لديها نقود كثيرة جدا لا أظن أن أي مسيحي يجرؤ على سلب صندوق النظور مسيحيون؟ لم أسمع مطلقا أن آل دوليس كانوا مسيحيين من قبل لقد عرف راعي الكنيسة تماما أبت النقود ولكنه لم ينبس ببنت شفا ها هي الزجاجة إنها كل ما أمكنني العثور عليه يا ماركي هل هي كبيرة جدا؟ ليس كثيرا يا محبوبتي فلأضعها في جيبي لقد قال لي صديق في مسبك الحديد أن أقابله عند بيت فيليكس بات وأن أحضر معي وعاء هذا ما أريد الزجاجة من أجله تدخل ميجي وهي في حوالي الخمسين من عمرها وترتدي قميصا صوفيا مشغولا باليد وقبعة مسطحة ومثبتة بمشبكين طويلين معذرة كان الباب مفتوحا فدلفت داخلاتا أوه ماركي ثمت رجل ينتظرك بربطة تحت إبطة ولا يمكنه أن ينتظرك أكثر من هذا لذا من الأفضل أن تذهب أنت لتحقق مما يريد لقد كنت ذاهبا لتو يا ماركي معذرة لدخولي يا ميسي ستانسي كان الباب مفتوحا فسمعت صوت ماركي لا عليك يا ماركي مرحبا بك دائما هيا بنا إذن يا ماركي وسأوصلك عبر الحقول فهو الطريق أقصر من الطريق العام والحشائش فيه جافة ها تقدمين يا ماركي ولكن لا تسرعي فأنا لست شاب سأقتادك بنفسي للخارج هذا رجل غير طيب يا أمي إنه شرير أنا خائفة يا عزيزتي لأنه ليس طيبا ولا أحبذ صداقته مع ماجي هذه تعويزته سألقيها من النافذة ربما الأفضل لك أن تبقى بلا زواج وهذا حجرك يتبعك لا أصدق كثيرا هذا الرجل فلسامحني إذا كنت أتجنى علي لم ترى ماركي ثانية هذه الليلة فسيقيم هو فيليكس بات وماجي حفلة شراب وعربدة آمل أن لا يقترب من بابي مرة أخرى بوجهه النكد ألم تقول إنه قديس يمشي على قدمي ويجلب لك الحجر الرمادية من سلمش؟ ها هو حجره في النار لقد استغرق منك هذا وقتا طويلا كي تحصلي على هذا الشيء العتيق الموبوء أستطيع أن أحكي بضع أشياء تثير ذعرك عنه وعن ماك لا نريد أن نسمع هذه الأشياء فيكفينا تماما أن نعرف أنه رجل شرير هناك في المسبك في أول البلدة من الممكن أن يخبروك عن حقيقته إنه محتال غشاش هذه السيارة فعلا وحياتي ربما كان راعي الكنيسة لست مستعدا للقائه وأنا بهذا الحذاء ذي الرقبة الطويلة الراعي ليس معه قداحة تمكنه من رؤية رقبة حذائي آمل أن لا يكون قد حدث مكروه لشون لا تقلق يا أمه ها هو داي قاقه كالعقل يدخل شون وهو في الخامسة والعشرين من عمري نسخة ثانية من والده يطبعه الرقيب وهو رجل في حوالي الثلاثين من عمري ايه أمتي ها هو الرقيب جاء ليقبض عليك ومعه في جيبه أمر بالقفض عليك حسنا حسنا فليؤدي واجبة فكم قبض عليك كثيرا طب مساءك أيها الرقيب طب مساءك يا سيد تانسي شون لا يجب أن تفزع النسى بهذا الشكل طب مساءك أيها الرقيب طب مساءك يا ميسيس تانسي وكيف حالك يا أنسة تانسي في أحسن حال أشكره سيد تانسي أود أن أخبرك أن صاحبة كيس النقود قد رحلت أتقول كيس بقول؟ أقصد حقيبة السيدة أو كيس نقودها أو أي شيء يسمونه لقد حضرت إلى قسم الشرطة بعد ظهر اليوم وتعرفت عليها حسنا حسنا أليس هذا شيئا عظيما؟ كنت أتعشم أن تكون امرأة فقيرة ولو أن الكيس لم يكن يبدو عليه أنه كيس نقود امرأة فقيرة ظهر ذلك واضحا عندما تحسسته لقد أصبت يا سيدي إنه يخص سيدة إنجليزية رقيقة كانت في زيارة القلعة فعلا فعلا فقد وجدته قريبا من مدخل القلعة كان تحت عجلات الباب الكبير تقريبا إنني آسف لأنني لم أسلمه عند الباب الرئيسي كي أحصل على مكافأة أو كنت تريد مكافأة مثل المتشردين؟ سيدي مكافأتك معي إنها تبعث إليك بخمسة جنيهات مع شكرها الجزيل لا بد أنها سيدة عظيمة حتى تخرج من جيبها مبلغا كبيرا كهذا ولم يجبرها أحد على ذلك أنت على حق يا ميسيس تانسي؟ إنها امرأة رقيقة جدا وفي غاية الجمال زوجها رجل عظيم القدر في إنجلترا لم أحصل محتوياتي على الإطلاق فقد كان جلد الكيس جديدا ذا ملمس ناعم لكن لم يكن هناك ما يدل على وجود مبلغ كبير كان به عشرون جنيها وبعض العملات الفضية لم يكن ضياع النقود هو الذي يزعجها بل الخطابات التي كانت به لقد كانت في شدة القلق بشأنها يا سيدي وبالتأكيد أنا لم أقرأها إطلاقا لم يكن يعنيني هذا أبدا لقد ارتسمت على وجهها إشراقة رائعة حينما وضعت يدها على الخطابات إنها ذكريات عشرين عاما ربما تكون خطابات غرامية شون كيف تجرؤ على قول ملاحظة خبيثة كهذه دعي شون يا ميسيس تانسي فربما كان قريبا من الصواب وربما كان مغطئا حسنا إليك مكافأتك يا سيد تانسي ولولا أنها سترحل الليلة إلى إنجلترا لحضرت وشكرتك بنفسها لقد أسرتها كثيرا شدة الأمانة في أيرلندا أعتقد أن هذه الشهادة تكفيني كمكافأة بدلا من أخذ النقود ما الذي تريد أن تفعله؟ إذا رفضت المكافأة فربما تجرح مشاعرها لن أفعل هذا ولو في مقابل العالم هاتها أيها الرقيم خمسة جنيهات كل ورقة بجنيه يا سيد تانسي وأريد منك أن تكتب لها وأن تخبرها بهذا وإلا ظنت أنني احتجستها لنفسي وأفسد هذا انتباعها طيب عن بلدنا بضعة أسطر فيها الكفاية ولكن إلى أين أبعث بخطابي؟ أرسل خطابك إلى السيدة لايت فوت بطرف القلعة وسيرسلونه إليها يكفي طابع بريد واحد وسأقول لها كي أطمئنها إنني لم أقرأ الخطابات قط يا رجل لا تذكر الخطابات بالمرة لا تنبش هذا الموضوع أكتب سطرا واحدا فقط لتخبرها أنك استلمت المكافأة وسأكتب لها أنا بنفسي إنها امرأة رقية حسنا حسنا خمسة جنيهات لا تغضب أحدا فالنقود التي تأتي بسهولة تصرف بسهولة لا تتضايق إذا قدمت لك جزءا من سيدي سيدي إن هذا لإغواء كبير وسأخبرك كيف في المسائل المالية فإن رئيسنا المفتش وهو رجل غريب الأطوار يقرر بشكل حازم محدد أنه يجب على رجل الشرطة أن يعيش في حدود مرتبه فقط فقيرا كما هو هذا هو الوضع يا سيد تانسي حسنا حسنا ما رأيك في كأس صغير من الشراب للاحتفال بما هبط علينا من الخير؟ سيدي أنا طوع أمرك ولتكن كأسا صغيرة لأنني سأقود السيارة سارة نعم تعرفين ما يجب أن تحضري الزجاجة السوداء لقد ظننت أنك ستقدم له الويسكي هذه هي ابنتي أيها الرقيب إنها كتلة من المرح كما ترى سيدي إنها كذلك فعلا ولكنها جميلة أيضا جميلة جدا في الواقع لا يوجد الويسكي جاهز في هذه الأنحاء الآن كلام فارغ يا أبي إن منطقة الجبل تغرق في الويسكي المصنع محليا وآل دوليس يصنعون منهما يملأ المحيطات شو؟ لا شأن لك كي تقول هذا لا بأس لا بأس يا ميسست هانسي وهوني عليك إننا نعرف كل شيء عن هذا لقد ظل آل دوليس يصنعون الويسكي هناك لأجيال وأجيال ألم تقم أبدا بحملة تفتيشية على الجبل أيها الرقيب؟ لنضيع وقتنا أليس كذلك؟ إنهم بكل تأكيد يروننا قادمين من على بعد أميال وحينئذ تتصاعد إشارات الدخان كلا كلا إننا نترك الجبل ليغلي على النار في دسمه حتى ينضج أو إننا نترك الجبل على ما هو عليه حتى يجنون ثمار ما اقترفت أيديهم أبي حاول أن تجعله يشرب حتى يفقد وعيه يا أبتي ثم ابعد في طلب الحارس سأخذ بالي من نفسي يا أنسة تانسي سأكون حريصا جدا والآن قليلا من الويسكي يا سيد تانسي نقطة واحدة فقط كأسان لنا نحن الاثنين فقط أيها الرقيب في صحة الأعمال البطولية وثمنها حسنا يا سيد تانسي في صحتك وفي صحة الحاضرين جميعا أفضل الناس في العالم وأنت بالمثل أيها الرقيب في صحتك سيدي هذا صنف ممتاز من الشراب مثل زيت الزيتون هل لك في سيجارة؟ أنا أدخن سيجارة إن شكلها سيكون كزهرة صغيرة في حنك ثور إنني أدخل البايب فقط هل لك في واحدة يا شون؟ شكرا شكرا وأنت يا أنسة تانسي شكرا أنا لا أدخن أنا نفسي لا أدخن أثناء تأدية العمل لكنني أحب التدخين قليلا في المساء أما المفتش فيدخن البايب طول الوقت إنها لا تنطفئ أبدا أريد أن أقول شيئا أيها الرقيب وسأقوله الآن إنك فخر لنفسك ولرؤسائك ولأيرلندا سيدي إنها مجاملة رقيقة ولذيذة كالويسكي ويجدر بنا أن لا نزيد من أيهما يا إلهي لكنني فخور بك عندما أتذكر الأيام التي كان فيها أسلافك يقبلون ليتجولوا ويحصوا علينا كل صغيرة لم أكن أظن أنني سأعيش لأرى رجل شرطة أيرلنديا أستطيع أن أحترمه سيدي إنني أمقط إفساد الصور الجميلة فقليل من الإطراء يرضي أي إنسان غير أن ثمت كلام كثير كان يجب أن يقال كشهادة لقوات الشرطة السابقة ووسائلهم لقد كانوا رجال شرطة عظماء لكن الناس لم يفخروا بهم وربما العكس غير أنهم كانوا يلقون مساعدة من الناس أكثر مما نلقى نحن الآن من فئة معينة من الناس الخفراء والمحضرين من كل فئة من الناس يا شون إنها لحقيقة واضحة أننا لنلقى أي معاونة على الإطلاق من السواد الأعظم من الناس الطيبين إنها عقلية العبيد مهما تكون هذه العقلية فهي قائمة ولا تعمل لصالحنا إنها ميراث خلفه لنا الأجال كلا كلا يا سيد تانسي ليس الأمر هكذا إن الجيل الأصغر به نفس الشيء ومع ذلك فلم يرى أي أجنبي على الإطلاق باستثناء مجموعة الخبراء المنقبين أليس الشباب مخلصا لقانون البلاد؟ إذا كانوا مخلصين فيجب أن أقول إنها طريقة غريبة لعينة لإظهار هذا الإخلاص لعلك تتوقع منهم أن يقوموا بأعمال الشرطة ولم لا يا شون؟ لم لا؟ أليس توظفتنا أن نحافظ على أرواح الناس؟ إذن لما لا يساعدنا الناس على حفظ أرواحهم؟ إن الناس المسالمين لا يحبون أن يدلوا بالمعلومات أيها الرقيب لأنهم لا يحبون أن يشاهدوا وهم يهرعون إلى أقسام الشرطة أوه لقد شاهدتهم وهم يجرون إلى قسم الشرطة بسرعة خمسين ميلا في الساعة عندما حطم الأسد قفصه وانطلق من السرق فإن كل إنسان في الناحية صغيرا كان أم كبيرا أسرع في خط مستقيم كالنحلة إلى قسم الشرطة أوه لقد كان هذا خطرا جسيما يهدد الناس لقد خرجت أنا بنفسي حاملا من دقيتي سيدي لم نلقى أي مصاعب في جمع المعلومات عن المكان الذي شهد فيه الأسد آخر مرة أو في أي اتجاه كان كان بإمكانك أن تظن أنه الأسد البريطاني نفسه وقد عاد ثانية سامح عن الله إنني أتمنى أحيانا أن يعود الأسد البريطاني إننا لم نتكتف معا أبدا منذ أن رحل عنه لقد تأكد من ذلك تماما قبل أن يرحل شو لا تتكلم في السياسة لقد كان كل شيء محبوكا كرواية مصرحية لقد أتاني عجوز من أهل البلدة لاهثا يستنجد بي عند باب القسم وقال لي ماذا ستفعل بحق الجحيم إذا مفترس هذا الأسد واحدا من ماشيتي فسأجبر حكومتك أعرف من كان هذا كان يملك مجموعة من العجول في حقل قريب من أرض السرك هذه هي أهم نقطة في الموضوع إذا أولى الناس نفس هذا الاهتمام العام عندما يهرب أحد المجرمين من سجنه فإننا نعيده إلى زنزانته فورا هذه نقطة مهمة أيها الرقيب لكن يا إلهي كلا كلا إن الشباب الوديع من مواطنين يقفون مكتفي الأيدي ويضحكون مكشرين عن أنيابهم كالقربة ولا يحركون إصباعا لمساعدتنا ولكن بإمكانهم أن يتكلموا أن يتكلموا كثيرا إذا ما صرفت مبالغ إضافية لتنظيف البلدة كل هذا بسبب الأحزاب السياسية أيها الرقيب مطلقا مطلقا إن نقطة الضعف الوطنية تنطبق على الناس من كل الأحزاب السياسية إن هذا شيء عام لا دخل له بالسياسة شيء كالأنف الوانزة أن السياسة تستغل كستار من الدخان آه هأنت تتكلم الآن يا شون إن لصا محترفا يستطيع أن يجعل من سرقة البنك شيئا يبدو كما لو كان من أجل الوحدة الوطنية ربما لا يكونون أيرلنديين على الإطلاق ليس دائما فبالتأكيد يرفض النشالون الغرباء في أقصى الشمال أن يعترفوا بالمحكمة ويساقون وهم يصيحون تحيا الجمهورية على أي حال أيها الرقيب فإننا ندع السياسة تتدخل في إدراكنا للعدالة الأسوأ يا سيد تانسي أننا ندع السياسة تتدخل في الوطنية المخلصة فكم من أيرلندي طيب تعرفه ويظهر وهو في حقيقته مواطن سيء شرير بالله عليك كيف يحدث هذا يا حضرة الرقيب ألا يظل الرجل الوديع وديعا في كل مكان في العالم في كل مكان إلا هنا سأضرب لك مثلا صغيرا حينما عثرت أنت على كيس نقود السيدة فقد سلمته لي وفقا لسلوك الرجل المهذب ولكن وهذا مهم إذا كنت شاهدت أحد الجيران وهو يسرقه أكنت تأتي وتعطين اسمه وعنوانه انتظري الآن انتظري الآن ليس هذا سهلا كما يبدو ربما كان في الأمر وقيعة لا وقيعة هناك على الإطلاق يا سيد تانسي إنه سؤال بسيط جدا إذا ما شاهدت جارا ولكن لماذا أحد الجيران أيها الرقيب لما لا تقول أحد اللصوص الغربان كلا كلا يا سيد تانسي المحك أن يكون جارا لك جار طيب أم جار شرير أي واحد منهما يصلح لسؤالي إنك لا تفضح جارا طيبا ولابد أن تخاف إذا فضحت جارا شريرا هيا يا أبتي حل اللغزة هل ستبلغ عن جار لص أم لن تبلغ قطعا سأبلغ ولابد أن أسلمه طيبا كان أم شريرا وأؤكد هذا كما أستطيع أن أؤكد أمامكم أن اسمي هو ميشيل تانسي وتتحول إلى مرشد للشرطة لا أحب تلك الكلمة لكنني أحب أن أقوم بواجبي هذه هي إجابتي يا حضرة الرقيب إذن فكما أنك رجل شريف فأنت أيضا مواطن صالح ويمكنني أن أقول أنك كنوع فريد جدا من الطيور في هذه البيئة لن يبلغ أبي عن أي إنسان وخصوصا إذا كان جارا شون لا حق لك في أن تقول عني شيئا كهذا فبقدر كراهيتي لهذه الكلمة ولرائحتها فإنني سأقوم حتما بواجبيه حسنا لقد تكلمت بما فيه الكفاية وأضعت وقتا طويلا في هذا الموضوع لقد ربيت على احتقاري مجرد كلمة مرشد للشرطة وطالما امتد بالعمر سيزداد احتقاري لهذه الكلمة تذكر يا عزيز الرقيب أنك تتعامل مع بشر ضعاف وليس مع ملائكة قديسين لا يمكن أن أنسى هذا يا ميسي ستانسي إن العنصر البشرية دائما نصب عينيه بالتأكيد فلن تحتاج الملائكة للشرطة على الإطلاق لذا فأنت محظوظ في عملك لأن الإنسان كائن بشري إن مهنة رقيب مهنة طيبة مستقرة إن واحدا فقط من خمسين ألف شخص يحتاج إلى رجل شرطة ومن أجله وجد القانون الجنائي والقضاء والسجانون والجلادون والمحامون حقا حقا يا سيد تانسي وعلى المواطنين الطيبين أن يتحملوا أجور هؤلاء جميعا لا شك في هذا وهذا هو السبب في أنني أؤمن أن على المواطنين الطيبين أن يبذلوا جهدهم في إنجاح مهنة الشرطية بحق الله أبنائي كفوا عن هذا وإلا ستتجادلون في مهنة الجلاد بعد ذلك لقد انتهيت يا ميسي ستانسي ربما أحببت يا عزيز الرقيب ما دمت هنا أن تكلم الأنسابيني لقد ذهبت لتكتب خطابا لكن سر يمكن أن تناديها كلا كلا لا تزاقيها دعيها وشأنها لقد سمعتهم يقولون ولا أدري ما إذا كان هذا صحيحا إنك تميل للأنسابيني وأستطيع أن أخبرك أنه لا توجد على ظهر الأرض فتاة فاضلة مثلها حقا حقا يا ميسي ستانسي إنها كذلك تماما في الحقيقة إنها فتاة رقيقة جدا لقد أقامت في هذا البيت لأكثر من عام وسنشعر بالمرارة في قلوبنا عندما تأخذها بعيدا عنها ربما كان الرقيب يريد أن يذهب الآن يا أمي دعني وشأني يا شون إن الفتاة لا أمة لها إنها يتيمة من بلد بعيد وأريد أن أخبر الرقيب من سيأخذ الرقيب يعرف تماما من سيأخذ تستطيع أن تتزوجها من هذا البيت يا حضرة الرقيب كما لو كانت ابنتي تماما هذا منتهى الحنان منك يا ميسي ستانسي منتهى الحناني حقا وأكثر من هذا إذا ما وجدت لديك ساعة من الفراغ في أي وقت فتعال ولتأخذ قدحا من الشاي ولتتبادل الحديث مع حبيبتك فلا يمكن أن تتزوج فتاة دون أن تغازلها قليلا ولا يمكنك أن تغازلها إلا في مناسبات محترمة إن الأمر ليس كذلك تماما يا ميسي ستانسي فالمناسبات قليلة جدا قليلة جدا سنرحب بك هنا دائما بل أكثر من الترحيب أيها الرقيب فكما قلت سابقا إنك فخر لأيرلندا الجديدة أشكرك يا سيد تانسي أشكرك كثيرا ولكن لنفرض الآن وفق هذه المناقشة القصيرة أنها لم تكن الأنسة بيني مطلقا التي جئت لأراها بل شخصا آخر فهل يظل نفس الترحيب الطيب كما هو؟ ما ستيف هذا حسن الآن يا سارة حسن تماما لقد أخبرت أن أتكلم إلى آهلك إن شون يعرف السر من قبل وتبدو هذه المناسبة الآن مناسبة طيبة سارة لا بد أن أقول إليها مفاجأة كبيرة لي بل صاعقة نفس الشيء بالنسبة لي بل قد تكون أسوأ كثيرا إن أيرلندا تستصرخ الشباب المتزوجين وكل اثنين من الأزواق يمكنهما أن يقوم بعمل وطني هام إنها لن تذهب من هنا مفلسة دون صداق يا حضرة الرقيب لك أو لأي رجل آخر فنصيبها في بنك أيرلندا كامل لم يمس تفضل شكرا والآن يا سارة جاء دورك لقد تخطينا العقبة الأولى على أي حال أوه أعتقد أنه كان عليك أن تظهر شيئا أكثر من الحسق والمعارة أو لباق أو شيئا من هذا القبيل أعني قمت بواجبي بشكل طيب جدا لقد كان عهدا علي أن أترك الموضوع آمل ألا أكون قد ضايقتك يا سارة كلا يا عزيزي والآن يا عزيزي وقد أصبحت فاعلا مشتركا فسأتدبر الأمر ثم أخبرك ولا داعي لله هذه إجابة حكيمة يا سارة إجابة عظيمة إجابة متزنة جدا لقد كان عهدا علي أن أترك الموضوع أيها الرقيب ألا تصنع لي جميلا وتسلم هذا الخطاب إلى مكتب البريد؟ بكل سرور يا أنسابيني إنك لصديق عزيز لقد كنت أصغي إلى المناقشة هل استطعت سماعنا يا أنسابيني؟ كل كلمة من الحديث تهانئي يا سيد تانسي على المكافأة على وطنيتك الصالحة وإذا فقد سمعت ذلك أيضا أشكرك آه سيهتف لك صبيان مدرستي ميشيل الشريف إذا فاعلوا فسأنزع رئاتهم من صدورهم كما كان كل ذلك الإطراء للوطنية الصالحة إذا غفرت لي خطأا صرفا ها؟ كيف ذلك يا أنسابيني؟ أود أن تشرحي ذلك حسن لقد تكلمتم عن كل ما يحيط بالموضوع لكنكم لم تصلوا إلى جوهر الموضوع لم يصل أحد منكم إلى جوهر الموضوع لقد ناقشنا المسألة قدرة قطنة لكننا ما زلنا مستعدين للمناقشة للوصول إلى الصواب ما هو إذن جوهر المشكلة في رأيك؟ الخوف الخوف؟ أود أن تشرحي لي هذا هذا شيء سهل إنني أراه كل يوم في مدرستي ثم تغلام من الجبل ذو ملامح عابسة كملامح قرد متوحش إنه يحمل مدية ذات حجم غير عادي وينهب أثاث المدرسة قطعة قطعة آه هذا يشبه جوني دوليس إلى حد ما إنه هو بالضبط جوني دوليس إنه يهاجم الأطفال الصغار ويرعبهم غير أنني واثقة أنه لو قطع رقبة واحد منهم فلن يكسر أي صبي على إبلاغ ناظر المدرسة ويحي إن هذا مثير جدا إنه خطير جدا إنه يوضح كيف يمكن أن يقتل شخص بالغ على مرأة ومسمع من عشرات من الرجال ولا يمكن أن يكسر واحد منهم على فتح ثمه ويحي إن هذا كاف كي يفكر المرء جديا وهل من رأيك أن المتاعب تبدأ في المدرسة يا أنسابيني؟ إنني متأكدة من هذا إن الغلام الصغير هو صورة المستقبل للرجل الناضج إذا استطعت أن تلقنا طفلا كيف يترعرع ليصبح رجلا فرنسيا أو ألمانيا أو أيرلنديا فإنك تستطيع بسهولة أن تلقناه كيف يصبح مرشدا للبوليس؟ لقد كنت على وشك أن أستخدمك كلمة مخالفة تماما يا مسيستانسي لكنك كنت تعنينا نفس الشيء ينبغي أن يكون لديك منصة للشهادة في المدرسة فكرة لطيفة جدا وسيسر ذلك للرقيب أن يجمع الأدلة فيما بعد إن أي شيء في هذا الموضوع سيكون ذا عون كبير لي غير أن ثمت شيئا آخر بسيطا صغيرا يدور في رأسي يا أنسى بني وما هو؟ ماذا عن آباء المواطنين الصغار؟ كيف ستلقنينهم الأخلاق الفاضلة؟ لقد كنت أخشى أن تقول هذا لقد قمت بمناقشة الأمر كله من جذوره كنت أعرف أنني سأوقع بك يا أنسى بني إن الكبار الكبار هم المشكلة فعندما ينطلق جوني دوليس إلى بيته الجبلي بعد وجبة عن الوطنية الصالحة فثم تدرس مخالف سيأخذه من أبيه آه يعلم الله أن هذا صحيح يا للصغير المسكين أنسى بني لقد انتهينا حيث بدأنا ولم نصل إلى شيء درنا فقط حول المشكلة حسناً ربما نستوفي البحث في مرة قادمة سأجيء هنا مرة أخرى إذا ما كان لدي وقت فراغ مساء الأحد القادم أجل لقد بلغ أذني ذلك أيضاً لقد أزحت موضوعكم عن صدرك أخيراً تهانئي شكراً لقد كان هذا عهداً اتخذته على نفسي ولقد ضربت عصفورين بحجر إن الشاطئ الآن ممهد أمامك وأمامها كفاية في هذا الآن؟ قد يصبح الأمر أضحوكة إذا ما سرق بعض آل دول السيارتك أثناء كل هذا الحديث اللطيف يا إلهي لابد أن يصبح الأمر أضحوكة ولا أتذكر كذلك أنني أغلقتها بالمفتاح تعالي تعالي يا سارة لتساعديني ولنرى ما حدث للسيارة هذا بالتأكيد أكثر من رأيت من البشر براءة وطيبة هل هو كذلك؟ إذن حولي فقط أن تحكي له أي حكاية مشكوك فيها وستغيرين رأيك هذا إنه شاب لطيف إذا كان لي أن أحكم على أي أيرلندي كم مرة على صداقتهما هو وصار حوالي سنة لكن أين كان يتقابلان في مدرستي ولهذا السبب استعرت منك إبريق شايكم البني اللون كثيرون من يتقابلون هناك كل ليلة و... أعتقد أنني يجب أن أذهب خلصة كي أرى إذا ما كانت السيارة على ما يرام لا حاجة بك لأن تهتم بهذا يا شون فليس أطفال المدرسة فقط هم الذين يحافظون على الأسرار تعال تعال وخذ نصيبك من الغنيمة الغير متوقعة شكرا شكرا إن الوطنية الصالحة فيما يبدو تؤتي أكلها وهاهو ذا جنيه نصيبك يا ميربني يا لك من ودود لو استطعنا فقط أن نختلص نظرة على الخطابات العطفية صعين صعين يا فتاة لقد كان من المحظور النظر إليهم ها هو نصيبك من الغنيمة يا كاترين هذا شيء عظيم هل شممت رائحة العطر بها؟ لقد كانت سيدة بمعنى الكلمة أني سابيني احملي هذه الزجاجة بعيدا فلا يعرف المرء من قد عساه يدخل لكم أود أن أجلس وأفرغها في حلقي وهذا الجنيه لسارة لكم أن تفعلوا بنصيبكم ما تشاءون أما أنا فسأضع نصيبي ثمنا لاستوانات أيرلندية للجرامفون فإذا لم يستسلم ويزعن جهاز مكماهون الذي يشبه فطيرة الزبيب الصماء فسأتابع سماع استوانات فرقة الموسيقية شون ثم تخالل ما أصابه ثانية ويريد أبوك أن يستمع إلى الأخبار أخشى أن لا تستطيع سماع أي أخبار الليلة يجب أن أسمع أخبار الحرب فما دام العالم مشتعلا فلابد أن أسمع الأخبار لن أستطيع أن أنا ملاحظة دون سماع الأخبار ما زالت السيارة بالخارج على أي تحان كان يجب أن تدفعها إلى الفنان لا أعتقد أن هذا ضروري الآن سارة تدخل جونبيري وهو عجوز واهن الصحة مسلح ببلطة صغيرة لقطع الأخشاب أبتي أبتي جونبيري يريد أن يتحدث إليك شخصيا لقد تركت لك شيئا على المندضة يا سارة شكرا يا أبي بحق الله يا جونبيري ما الذي أتى بك هنا بعد حلول الظلام لدي دافع هام يا ميشيل وإلا ما أتيت هنا حسنا 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 إجلس على هذا المقعد استرح أرح نفسك قليلا بعد السير إلى هنا في الظلام لا ظلام هناك على الإطلاق سمت قمر وليد خلف الجبل وسرعان ما يحتلي حفته كيف حالك يا جونبيري؟ أعرف أنك لم تكن على ما يرام في الآونة الأخيرة إنني في تحسن يا سيدتي لقد كنت بالمدينة اليوم لأول مرة منذ خمسة أسابيع وهل احتملت السير طيلة المسافة يا جونبيري؟ كلا لقد ساعدني في ليكسبيت على الوصول إلى هناك ثم العودة في العربة معه كان يجب أن أتقاضى قيمة المعاش منذ خمسة أسابيع مضت وقد قمت اليوم بسحب المعاش كله دفعة واحدة لقد قلت لك مرارا وتكرارا إن شون أو أنا يمكننا أن نحضر لك المعاش في أي وقت وأي تخدمات أو مأموريات صغيرة قد تحتاجها من المدينة أنا شاكر لك يا ميشيل لكنني أحب دائما أن أنجز شؤوني بنفسي هل لك في كوب من اللبن أو قدح من الشاي؟ سأخذ قليلا من اللبن سارة أحضر له كوبا جون هل تفي فطيرة حلوة صغيرة مع اللبن؟ كلا يا عزيزتي لا أريد فطيرا سأشرب اللبن فقط وهو كذلك سأحضره خالا جون ألا تضر عنزتك اللبن؟ أحيانا تضر أحيانا لا تضر لا أملك الغذاء المناسب لأضعه أمامها ولا يمكن لعنزة أن تضر لبنا ما لم تتغزى لقد أعطرت لها اليوم قليلا من نخالة الصدة من المدينة سيحسن هذا من اللبن يا جون فلا شيء أفضل من نخالة الردة لا شيء إذا لم تكن غالية الثمن يقول أصحاب الحوانيد إنها الحروب في ألمانيا التي رفعت من سعر النخالة والسفن المحملة بالنخالة وأشياء أخرى نافعة يلقى بها إلى قاعد بحر إن حرب زعماء العالم لا تعبأ كثيرا بعنزاتك يا جون بيري هل عندك قليل من الدريس لتضعه أمامها؟ إن لديها دريسا ولكن لا يمكن اعتباره دريسا جيدا لقد كان منشورا على الأرض فتعرض لكل ظروف التقس السيئة وغصص ومع مثل هذه الأمطار الغزيرة أصبح الدريس لا قيمة له لقد خسرت أنا نفسي حقلا من الدريس ولكن لما لا تحضر بحق الشيطان عندما تحتاج حفنة من دريس جيد للعنزة أنها لا تأكله كله لم أحب أبدا أن أزعج جهارا لي لقد كنت أتجنب هذا دائما يا ميشيل شون إذا كان لديك وقت حتى صبيحة غد فضع بعضا من الدريس الجيد وبعضا من جذور اللفت في العربة وتركها أمام باب جون بيري هل لديك بعض البطاطس يا جون بيري؟ كثير منها والحمد لله لقد كان محصولها جيدا هذا العام سيكون عندي من البطاطس ما يكفيني حتى أوائل مايو هو يا ترى من يعيش ليأكلها بما أنك تتغذى عليها بمفردك فلم تستهلك كثيرا منها فعلا ليس كثيرا عندما كانت زوجتي على قيد الحياة كنا نأكل الكثير منها لقد كانت ماهرة جدا في صلق البطاطس طيب الله ثراها إنك ستفتقدها يا جون بل افتقدتها حقيقة افتقدتها غير أن الوقت كان قد حان كي يذهب واحد منا وأن يبقى الآخر ولكن هذا سيء بما فيه الكفاية بأي حال إذ لا يضعو أمام المرء إلا اقتيارا صعبا إنك ستفتقد معاشها كذلك سأفتقده حتما إن المعاشر ليعيش في شظف من العيش أما المعاشر الواحد فيكفي ما يأكله شخص واحد بالكاد والآن يا جون هيا اشرب هذا الكوب إنه لذيذ ودسم أشكرك يا حبيبتي هل أنت أصغر فتاة في العائلة؟ أجل يا جون أنا سارة كنت أعرف الأختين الأخرتين جيدا كانت على درجة كبيرة من الجمال كانت تحضراني لجمع ثمال التود في عيد القديس ميشيل لقد ذهبت إلى هناك مرة يا جون غير أن عنزتك طاردتني حتى صعدت القبل ولم أذهب إلى هناك ثانية إلا قد كنت معزوزة لأنها لم تلحق بك وتطلحك أرضا لقد كان عندي دائما سلالة شغيرة من الماعي وهي سلالة سريعة العدو للغاية خفيفة الحركة جدا هيا فلينعم عليك الله براحة البال والآن يا جون بيري اسمح لي مجرد سؤال ماذا تريد أن تصنع بالبلطة؟ إنني أحملها للدفاع عن نفسي يا ميشيل الدفاع ضد ماذا؟ الكلاب الضالة أو الحيوانات الأخرى الخطيرة؟ ضد ما هو أسوأ من هذا جميعه؟ ضد الناس الأشرار؟ رعان الله إن أناسا معينين يعرفون أنني سعبت قيمة المعاشات الخمس اليوم وأنني أحتفظ بالمال معي في البيت لأنهم راقبوني أثناء ذهابي وإيابي جون بيري هذا كله من صنع خيالك بالتأكيد بالتأكيد لن يقدم أحد في هذه الناحية مهما كان سيئا على سرقة معاش رجل طاعن في السن إنهم يعيشون غير بعيد مني ولن يسرقوا فقط المعاش بل قد يزهكون معه روحي المقدسة يخيل لي أنك تخرف لقد قاموا بتسميم الكلب كي يخلوا لهم الطريق وسأكون أنا الضحية القادمة سمموا الكلب؟ متى حدث هذا؟ اليوم عندما عرفوا أنني كنت في المدينة وضعوا السم تحت الباب فالتهمه الكلب تحت وطأ طيجوعه ألم يكن الكلب عجوزا جدا؟ ألم يكن صغيرا لكنه كان ما يزال يحتفظ بكل قواه لقد كان صديقا وفيا لي يا للحيوان المسكين كان يرقد كل ليلة بجوار فراشي وإذا ما سمع صوتا غير مألوف فإنه كان يسب ويجذب الغطاء ليزيحه عني كان مخلصا وشفوقا لقد مات الكلب من كبر السن يا جون بيري قد لا أعاهدك يا جون وقد أشق في عقلي لكنني أقول لك إنهم سمموا الكلب ليزيعوه عن طريقهم هل كلمت الرقيبة في هذا؟ لقد كان هنا عند الباب أثناء دخولك لقد شاهدته يا ميشيل وحييته تحية المساء لكنني لم أذكر الكلب قد يصير هذا ضجة بلا داعي كان عليك أن تخبر الرقيبة بكل شيء عن هذا الموضوع لأنه كان سيذهب ويفحص الكلب كما أن حضوره لمنزلك قد يكون تحذيرا لمرتكب شعور إن الرقيبة يسكن على بعد خمسة أي ميال مني أما العدو فإنه على مقربة مني وهل يستطيع الرقيب أن يقيم معي ليلة نهار؟ من يكون العدو يا جون بيري؟ ميشيل لا يجب عليك أن تسأل هذا السؤال إذا كان جون بيري يخمن فقط فمن القطر أن يذكر اسم أي إنسان إن هذا لتجن كبير إنني لا أخمن أبدا يا سيدتي بل إنني واسق ومقتنع تماما إن العدو يعيش فوق قمة الجبل واسمه هو بيتر دوليس حمان الله أيهم يكون بيتر الجيل الصغير الواحد من الآخر؟ إنه ابن هف من زوجته الأولى وأسوأ فرد في صغار العائلة إنه هو الذي سرق صندوق النزور من كنيسة الرب لقد جاء لي مرتين في بيتي منذ أن عاد إلى بيته من البعر وقد أمرته أن لا يعود ثانية ماذا كان يريد في منزلك؟ إنني أقول لك إن هذا الحديث مبالغ فيه جدا لقد كان جون بيري مريضا وقد صور له الإجهاد تخيلات غريبة إن ألا دوليس قوم ودعاء طيبون بما فيه الكفاية كما نعرف وقد بلغ جون بيري نفسه سنا كبيرا دون أن يتعرضوا له لقد حرقوا الدوليس وقاموا باستنزاف اللبن من العنزة وشرقوا ثمار البطاطس من عندي أليس هذا تعرضا لي؟ أقصد حياتك الشخصية إنهم لم يتعرضوا لحياتك أبدا إن الأمر كله من تخيلك لا شيء من هذا يا أماه لقد رأيت بنفسي بيتر دوليس وهو يتسلل عبر الحقول في اتجاه كوخ جون بيري ما رأيك الآن يا سيدتي هل يهزشون هو الآخر بالتخيولات؟ سأقابل الرقيب غدا وسيكتشف هو ما إذا كان الكلب قد تسمم ومن الذي سممه فمن المؤسف جدا أن لا يسمح لكهل مسالم أن يعيش ويموت في سلام هذا هو الشيء السليم لتفعله يا جون بيري دع الرقيب يبحث عن أساس الموضوع كلا لقد مات الكلب ولن يستطيع الرقيب أن يعيد الحياة إليه اسمع إن معي ورقتين من فئة البني هنا في كيس نقودي وأريد أن أتركهما معك يا ميشيل ليكون في أمان أنا لا أحب هذا على الإطلاق لا أعرف لماذا لكنني لا أحبه كلام فارغ يا امرأة ما الضرر في حفظ نقود جون بيري القليلة في أمان؟ حسن كما تحب لكنني أخبرك أنني لا أحب هذا إنني أرحب بالاحتفاظ بجون بيري نفسه أكثر من نقوده والآن يا جون بيري هك عرض طيب سندبر لك مكانا للنوم لأسبوع أو لأسبوع أنا شاكر لكما كليكما وأدعو الله أن يكافئكما لكنني لن أسمع لأي فرد من آل دوليس كبيرا كان أو صغيرا أن يخيفني لأترك بيتي إذا احتفظتم لي بالنقود في أمان فسأكون راضيا مسرورا هاته يا جون بيري الكيس وكل شيء تريد ها هو الكيس تأكد يا ميشيل أن هذا المبلغ موجود في الكيس هنا ورقتان من فئة الجني أرى أنك قد مزقت قطعة من طرفهما كي أعلمهما يا ميشيل حسنا حسنا ستكون نقودك في أمان هنا كما لو كانت في بنك أيرلندا أعرف أنني أتركها في أيدي أمينة فكل المدينة تلهج بالمديح والحديث عن كيس النقود الكبير الذي عصرت عليه وسلمته إلى الحارس وهل كانت المدينة تنتظر مني أن أحتفظ به إن قلة قليلة من الناس في أيامنا هذه هم الذين يسلمون كيسا كهذا ستعيش الحكاية لتكون مفخرة لأبنائك من بعدك بسم الله أمضي الآن فحيث أن النقودي في أمان فسيهدأ بالي قد يتمكن بيتر دوليس مني ولكن لن يتمكن من النقود قبل أن يتمكن منها سيكون عليه أن يتمكن مني ومني أنا الآخر آه إنه لن يجرؤ على الاقتراب منكم على الإطلاق فإن أمثاله لا يتجبرون إلا على الطعفاء ومن يعيش وحيدا وعلى أي حال فدعني أضربه وأقطعه بهذه البلطة وعلى أي حال فدعني أضربه وأقطعه بهذه البلطة وسوف يحمل ندبة جرحه معه إلى القبر إنه لص شرير سيء السمعة ولسوف أعلمه بهذه الندبة أصغي إلي يا جون بيري في حالتك العقلية الحالية لا يمكنك التجول هناك قرب الجبل بمفردك ولا أعتقد للحظة واحدة أنك في خطر و... ربما أكون في خطر يشون إن لم أدافع عن نفسي لكنني سأدافع عن نفسي ربما كان ساعدي ضعيفا لكنني سأرفعه للدفاع عن نفسي وسلم نحن الله النقوة لأسدد ضربتي إنك لا تستطيع التجول هناك بمفردك وهذا يحسم المناقشة يا إلهي لقد نسيت ما قاله ماركي لقد حضر إلى هنا منذ فترة وقال إنه ينوي أن يقضي الليل معك كان عليك أن تخبرني بهذا قبل الآن يا ميشيل مدام ماركي معي سأكون في صحبة آمنة وعين ذهب؟ لقد خرج ليقوب بزيارة أخرى لكنه سيرجع إلى هنا ليتناول عشاءه ثم يمضي إليك جومبري يمكنك أن تبقى هنا حتى يحضر كلا يجب أن أذهب إلى البيت وأعد له الفراش فمتى كان ماركي قريبا مني فسأنام هادئ البال وهل ماركي رجل طيب يا جون؟ إن سمعته ليست طيبة يا ميشيل لكنه نام في بيته مرات كثيرة ولم يأتي أي تصرف شائن أبدا إن الكلب كان يزداد مرحا عندما كان ماركي يقترب من باب البيت أما في هذه البرة فلن يكون هناك من يهز له الزيل طابا ألا يمكنك أن تجعل ماركي يبقى معك طول الشتاء؟ سيكون من العسير أن أجعله يستقر في مكان واحد غير أنني سأقدم له فراشا ينام فيه حتى نهاية العام حمدا لله أن جاء هذه المرة فقد انزاحت غمامة سوداء من فوق عقلي سيكون من الأسلم تماما أن تأخذ كيس نقودك معك الآن يا جومبري وأن تحتفظ به بنفسك لقد سبقتني كانت الكلمة على طرف لساني يا سيدتي لقد كنت على وشك أن أطلوه من ميشيل إذ ما دام ماركي سيمكس معي فترة فسأكون في حاجة إلى نقود أصرف منها ها هو الكيس يا جومبري تفضل إنني مصرور للطريقة التي انتهت إليها الأمور معك ورقتيني كلها هنا في الكيس تماما كما أعطيتها لك سأمضي الآن لأعد الفراش وابعثني ماركي حالما يقبل لن نؤخره لحظة واحدة كلمة أخرى قبل أن أذهب لا تذكر موضوع الكلب للرتيب فلن تعيده إلى الحياة كسرة الكلام ولا فائدة من إصارة الضغائم بسبب كلب ميت هذا قول حكيم لن نذكره أبدا يا جومبري تعال معي يا جون سأصلك إلى الباب هيا الحمد لله أن أخذ النقود معه سيانة أخذها أو تركها إن جومبري كان سيتزوج امرأة أخرى من مستحق المعاشات لكنه اكتشف أنها كانت تشرب الخمر كما كانت تتبهرق وتخرج عن الحياة من حسن حظه أن اكتشف حقيقتها في الوقت المناسب أعتقد يا كاترين أن وجود المرأة العجوز السكيرة في البيت أفضل من خلوه من أي امرأة سارة تدخل ماركي ثم تخرج يا أحبائي ها هنا سيد شون بنفسي إنه هنا في جيبي لو استطعت فقط العثور عليها ها أكل إصبعي فوقها الآن هيا ضع حدوة الحصان هذه فوق باب الحظيرة الحيوانات يا عزيزي واتركها هناك حسنا حسنا يا ماركي أليس هناك حكاية عن هذه الحدوة؟ ها إنه أنت الذي سيقص علي الحكاية عندما أرجع حكاية الحظ والثروة أليس معك شيء لي في متحفك يا ماركي؟ أتكون هذه هي المدرسة الشابة؟ نعم إنها أنا يا ماركي ها لك حبي انتظري لحظة أجل ها هي ذي لا تتفوهي بأية كلمة ضعي هذه الحصوة تحت وسادتك يا عزيزتي مساء كل يوم اثنين ها وستكونين أقرب إلى يوم زفافك عندما أعود ها ليس هذا دقيقا تماما أظن أن الوقت قد حان لنعطي لمركي شيئا ما ليدفع أجرة العربة فالمسافة طويلة من سلمش ها معي هنا ست بنسات أدفعها نيابة عن كاترين وعن نفسي والآن تعال يا شون تعال وضع يدك في جيدك ليس معي أي نقول آه معي ست بنسات أدفعها للأنسة بيني ولنفسي لقد جمعت مبلغا طيبا يا ماركي ها إن سلمش منجة مفضة حبي لجميع من في هذا البيت هذا من القلب يا ميشيل كلنا نعرف هذا يا ماركي ماركي أرزك فوق من ضدة المطبخ يا ماركي أرز نعم إنني مشتعد لأن أفقد حياتي في سبيل طبق منه لكني تناولت عشائي مع فليكس بات وماجي آخ والآن ألست رجلا سيء الحظ حيث لما كان خال في معدتي لقليل من الأرز هذا شيء طيب يا ماركي لا مع فليكس بات وماجي لكن جمبير ينتظرك لقد مضى إلى بيته كي يعد لك الفراش لن أذب ثانية أو أقترب من بيتي هذه الليلة لأنهم قاموا بتسميم كلبي أو لم يفعلوا هذا بلا سبب لن أكون في بيته هذه الليلة أوه ليست هذه فكرة عن رجل طيب وديع يترك صديقا كهلا في مأزق حرق إن خمسة وثلاثين عاما على الطريق يا سيدي قد علمتني شيئا واحدا أن أسم رائحة الخطر من مسافة بعيدة إن لدى جون بيري نقودا في بيته وقد رأاه بعض الطمعين ومهما يحدث بعد ذلك يجب أن تذهب وتخبر جمبيري فلن أكون متورطا فيما يحدث لن أذهب أنا ولا خطوة واحدة لكنني سأبعث إليه بكلمة مع فيليكس بات لا تنسى هذا لا لن أنسى سأبلغه لحظة وصولي إلى بيت فيليكس بات حسنا لا يقدر بنا أنه آخرك عمت مساء يا ماركي انتظر لحظة ما الوقت الآن بالضبط السابعة إلا عشر دقائق ها السابعة إلا عشر دقائق سأكون في بيت فيليكس بات في الساعة السابعة بعون الله الفصل الثاني المنظر كوخ آل دوليس حائط بباب في الوسط يفصل المطبخ عن الغرفة باب آخر ونافذة مربعة في الخلف الأثاث بسيط وقليل ومن خلال الباب المفتوح في الخلف يمكن مشاهدة حافة جبل نصف مغطى بنباتات برية ميسيس دوليس وهي امرأة نحيفة مقطبة الجبين تجلس إلى المائدة تصب الشاي في إناء هذا الشاي معد لك يا غلام إن كنت مستعدا لشربه سأحضر في ظرف دقيقة أوه لا تندفع إن لم تكن في عجلة من أمرك فأنا أيضا لست متعجلة لعنة الله تضع فطيرة وعلبة مربة بجوار إناء الشاي وتنظر نظرة خاطفة من الباب الخلفي ثم تعود ابقى حيث أنت لحظة واحدة فهاهو ماركي قادم أوه لا تدعي يتكلم طيلة اليوم إذا طال مكوثه فتعال وأخرجه بنفسك مولي دوليس إن الأخبار التي أحملها إلى الجبل اليوم ليست أخبارا طيبة هل رب بيتك موجود؟ ليس موجودا يا ماركي لقد مضى إلى الحانوت ليشتري تبغن أجل أجل قد رأيته هناك لكنني ظننت أنه لا بد وأن يكون بالبيت الآن لم يصل بعد ما هي الأخبار السيئة؟ ألم تسمعي شيئا؟ ولا همسة ماذا حدث؟ سرق جون بيري في الليلة الماضية وضرب وترك وهو يموت فوق أرضية مطبخه اللهم عونك ما زال به رمق هذا كل شيء ما الذي يجري في العالم بالضبط؟ خي إلي أنني شاهدت بعض الغرباء يحومون حول بيت جون بيري إنهم الطبيب ورجال الشرطة هم الذين شاهدتينهم لقد كان هناك هرج ومرج منذ فجر اليوم وهل يعرفون من الذي ارتكب هذه الفعلة؟ لقد ارتكبها رجل ذو لثام فوق وجهه وبيده كيس ورق مملوء بالدقيق لقد قذف بالدقيق في وجه جون ثم ألقى به على الأرض هل سمعت أبدا في حياتك شيئا كهذا؟ لم أسمع بشيء كهذا أبدا يا ماركي إن استخدام الدقيق الجاف اختراع جديد وهو ليس اختراعا أيرلنديا على الإطلاق إنه اختراع أجنبي لم أسمع من قبل في رحلاتي كلها بحادث كهذا أبدا سيحضرها في حالا فهل ستنتظر؟ هنعم الله عليك براحة البال كلا كلا فأنا مشغول جدا عقلي يطنك خلية نحل ولكن اخبري زوجك أنني سأعود حالا ربما بمعلومات وآدلة جديدة سيعرف وهو ما أعني سأخبره بذلك هل بيتر ابن زوجك موجود؟ إنه في الغرفة لا تدعيه يغادر البيت حتى يحضر أبوه يجب أن أنطلق الآن فأنا قد تأخرت جدا بيتر هل ستحضر لشرب الشاي؟ يدخل بيتر وهو فتى في العشرينات من عمره عابس الوجه يرتدي مع طفا واقيا من المطر ولفاعا على كتفه ويحمل بعض المتعلقات الشخصية الأخرى في ربطة يده اليمنى مربوطة بالدمدات عليك أن تنتبه وتراقبي حضور أبي لا أرى له أي أثر بعد هذا الشاي ساخن وما زال لونه أحمر ذاكنا ليس عندك قدر أكثر نقطة والآن أليس هذا شيئا سيئا جدا؟ ربما نستولي على عنزة جون بيري فلن يحتاجها على الإطلاق مرة ثانية كلا لن يحتاج عنزة بعد الآن كان يجب أن نستولي على الكلب أيضا لو لم يمت بهذه السرعة فإن كلب حراسة يقض يعتبر شيئا ثمينا تاتا تراتا تاتا هل أنت كفي عن هذا العويل اللعين؟ هل يضايقك هذا؟ لقد كنت تغرم بالموسيقى دائما موسيقى؟ إنه مواء قطة عجوز أطبق الفخ على زيله الموسيقى تقولون طبعا لأن يكون المرء في حالة مزاجية مناسبة كي يستمتع بها أوه يا عزيز أكل الحالة المزاجية هي كل شيء ألم يظهر له أي أثر بعد؟ ليس بعد يا أختان يا أختان هل ترين أي شخص قادم؟ ما الذي أرسله إلى هناك؟ كي يجمع خيوط القصة كلها فشيء كهذا لا يحدث قرب بابك وكلما أسرعنا في معرفتي كلما كان هذا أفضل نعرف ماذا؟ دقيقة الفعلة كيف حدثت؟ ومن فعلها؟ وكل شيء متعلق بها؟ إننا نريد الحكم الصحيح الحقيقي أنا أعرف القرار الذي تريدينه لو كان ابنك أنت الهزيل جوني يعيش بضعة سنوات أكثر فستحصلين على القرار في كلمة واحدة لو أردت لجعلتك تشكرني من أجل هذه الفعلة ولكن في هذه الأثناء عليك أن لا تكون موجودا هنا وإلا فستشنق أو يحكم عليك بالأشغال الشاقة ولذلك فسأشكرك أنا من أجل ذلك الآن لقد وضعت سكينة البحارة في يد جوني وعلمته كل الكلمات البذيئة التي يستخدمها البحارة السكارة أنت قاموس كامل للخبص والاحتيال لكن نهايتك ستكون درسا لا نهايتي أنا هذا ما قلته نعم هذا ما قلته ولا حاجة بك الآن لأن تحملق فيها هكذا تدت أن أخافق قبل الآن كنت تصدر التهديدات الرهيبة منذ أول يوم حضرت أنا فيه لعيش تحت هذا الثقف التعز أنك لما حظوظة لأنني لم أفعل أكثر من تهديدك محظوظة لأنني لم أخدش رقبتك المرقطة أعرف هذا الآن أعرف ولكن من الغريب أن يقالي أنني لم أعد أخافك بعد الآن لديك الآن ما يكفيك من المتاعب في الوقت الحاضر بدون إضافة المزيد إليها هل تراقبين الطريقة من أجله؟ هاهاها أراقب الطريقة فعلا ها هو ذا يدخل هاف دوليس وهو رجل فض برأس كالبندقة وشارب رمادي ضخم إلى أين أنت ذاهب يا ولد؟ سأرحل سأرحل معي إلى أين؟ إلى بيلفست أو تاري وربما حصلت على قارب لن يمكنك الخروج من هنا لبعض الوقت ولو رحلت فسترجع بالمجان على نفقة الموليس بالمجان أو بغيره أنا ذاهب متى أحببت وإلى حيث أحببت ودعني أرى من ذا الذي سيمنعني لقد حان الوقت لكي أفرض القانون في أي وقت آخر غير الآن كم كنت أسعد لو رأيتك ترحل ولكن منذ الآن فستبقى هنا أنا رجل هذا البيت إن اسمه هافدوليس ما زال له وزنه فوق هذا الجبل ها؟ هتفهمني؟ لقد أخبرتك بالأمس أنني كنت راحلا وأنا أقول لك الآن إنك ستبقى هنا إذا تحركت خطوة بدود إذن فسأطرحك أرضا وأهش معظامك ها؟ هتفهمني؟ آه أنك تجعجع لأن يدي اليوم مربوطة يا للأبله المسكين بضعة رحلات صغيرة على مركب شرعي وتعتبر نفسك ربلا؟ لك لا تعرف من هو هافدوليس لو كان لك ست آيات وبكل يد سلاح فسأطرحك أرضاً تذكر لقد درت حول رأس الرجاء الصالح قبل أن تولد هذه هي الطريقة هذا هو الأسلوب الوحيد الذي يفهمه يا عزيزي هاف كفاك هذا يا امرأة قفي عند الباب ولاقب الغرباء بما فيهم الشرطي هوهو هكذا لن تخبرك في اللحظة المناسبة ستسمح لهم بالدخول علينا لا تعبأ بي هاف سأعطيك إنذاراً صريحاً إلى أي مدى يمكنك الرؤية أسفل الجبل؟ حتى مبنى المدرسة ولن تنسي أن تراقب الغرباء لا كلا لن أنسى يمكنني مشاهدة أي شخص يمر بجوار المدرسة ولن تنسي أن تنزليني في الوقت المناسب لا 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 تخشي شيئاً لا يسبب أن تسأل هذه الأسلة الكثيرة ماذا كنت تعنينا بقولك هوهو هكذا لقد كان ذلك عندما ذكرت الشرطي لم أقصد شيئاً بقولها سأقدم لك نصيحة انسي أنك زوجة أبي هذا الغلام وتذكري أنك زوجتي هل تفهمين هذا؟ تماماً إذن أصغي إلي ودعي كل كلمة تنطبع في عقلك كالحروف المنقوشة فوق شاهد القبر ماذا؟ ماذا حدث؟ إنني أفضل أن أراك في ثورة غضب أعمى آآ ليس هذا وقتاً مناسباً للغضب الأعمى له وقت مناسب لي كزعيم لجماعة كلاندوليس كي أفرض القانون فالرجل أو المرأة في هذا المنزل أو فوق هذا الجبل الذي سيفتح فمه دون إذن مني لن يعيش حتى يكبر ويبيض شعره هل تفهمينني الآن؟ أجل أجل لم أكن أنا وبيتر الصديقين حميمين أبداً ولكن إذا كان هو يواجه بعض المتاعب فسأكون أم الله ظننت أنك فهمتي ليس بيتر فقط والذي يواجه بعض المتاعب بل نواجهها نحن جميعاً إن الإسم الكبير لعائلة دوليس في خطر يجب أن نحمي هذا الإسم ونحافظ عليه نصيفاً كما ورثناه وإلا فستعلق رؤوسنا جميعاً معه ونحن في عهدتك تشرف علينا فلا خوف على أي واحد مننا لذا هذا كله يعتمد على العون الذي ألاقيه من الآخرين لقد ترك بيتر هذا الديق المخصي الأبلى خلفه خيطاً من الأسر يدل عليه كخط السكة الحديدية الجديد حتى الشرطة لا يمكن أن يضلوا طريقهم إليه هل كان ماركي هنا؟ نعم كان هنا هل ترك لي أي تكلمة؟ أجل كنت سأخبرك أنه سيعود حالاً ربما بمعلومات وتحريات جديدة لقد مضى في اتجاه بيت فليكس بات وماجي هذا مجرد تنبيه فقط للحذر من ثلاثة غرباء يشملهم التنبيه يجب علينا أن نأخذ حذرنا بالمراقبة قفي أنت عند الباب نعم وعملي على أن يكون فمك مغلقاً وعيناك مفتوحتين وأذناك مصغيتين وعيناك مركزتين على ناحية التل هذا هو دورك في الوقت الحاضر إنه دور أعتدت عليه تماماً والآن يا ولد من رأاك وأنت تخرج من بيت جومبيري في الليلة الماضية؟ لا أحد لم أكن في بيت جومبيري الليلة الماضية هل هذا لسامك؟ كلا أليس هذا جزءاً من صديريتك؟ أعتقد هذا وأين بقية الصديرية؟ نهى في الغرفة وإذن فقد تركت جزءاً من الصديرية هنا وتركت بقيتها في فناء جومبيري فهذه هي الطريقة التي توفي بها أثارك؟ كان يجب علي أن أسقطها ستسقط أنت من مسافة ثمانية أقدام لو مات الرجل العجوز امضي الآن واحد لبقية الصديرية يجب أن تحرقها يا هاك هل ترين هذا حقيقة؟ أجل أعتقد هذا يا لك من امرأة بلها إنني لأفضل حين إذن أن أقدمها إلى الرقيب فوق طبق من الفطة على أن تغطي رائحة الصديرية المحترقة للجبل كله ارجعي إلى المدرسة يا امرأة كي تتعلمي من جديد أما زال فاقد الوعي؟ لا تلقي أي تأسئلة ها هي ذي الصديرية هاتها هنا لماذا تدسها هي واللسامة في جيبك الداخلي؟ ما الذي أوقعته أيضا هناك؟ لا لا شيء أبدا هل كان بيدك عصى أو مفتاح إنجليزي؟ لم يكن معي شيء إلا كيس من الورق به قليل من الدقيق من أين حصلت على الكيس الورق؟ من هنا فوق الرف وأين تركت؟ رميته بعيدا وأين أين رميت؟ رميته هو اللسام في الفناء لست في حاجة لأن أقول لك إنك معتوه فهذا الكيس الورق ربما انطبعت عليه صورة يدك علاوة على بصمات أصابعك كان بالكيس قطعة صغيرة ممزقة عند حفته يا هاف قطعة مسلسة الأركال وأين القطعة الممزقة؟ هل تعرفين مكانها؟ أظن أنها فوق الرف ها هي دي هاتها هنا يا امرأة هاتها هنا لابد من حقها والآن يا ولد لفى مراوغة من شاهدك وأنت تغادر بيت جون بري الليلة الماضية؟ فليكس مات وهل تعرف عليك؟ لست متأكداً لم يكن الضوء واضحاً ألم يكن القمر مشقاً؟ مجرد أجزاء صغيرة فقط من السماء السماء ملبدة بالغيوم إذا كانت السماء صافية بدرجة تكفي لأن تتعرف على فليكس بات فقد كانت السماء صافية بدرجة تكفي لأن يتعرف عليك إن بصره قوي كبصره لم أنا للعجوزة بأي ضرر ولم تنله بالخير العميم إنه يرقد فاقد النطق منذ ذلك الوقت ها أرى ماركي قادماً هذا أبطل والآن يا ولد أطلق لسانك وأخبرني بالقصة كلها وإلا انتزعه المدعي العام من فبك لا أريدها أن تسمع القصة يجب أن تسمعها يا سيدي يجب أن أعرف ما يجب أن أخفيه يا بيتر يمكنك أن تثق بي يا بيتر سأكون أماً لك حتى ينتهي كل شيء ويخرج اسمك سالماً لا غبر عليه هل أقول لك أكثر من ذلك؟ لقد اكتسبت صديقاً مخلصاً يا ولد صديقاً ربما كنت لا تستحقه لكن هذا شيء يجمع شمل العائلة تشجع يا بيتر تشجع وقص على والدك القصة كلها فبعد أذن نستطيع أن نخطط طريقاً وأن نتبعه حتى النهاية الباب يا مولي وهو كذلك يا عزيزي والآن يا ولد علي بالحقيقة مجردة لا تزد شيئاً ولا تخفي شيئاً هل كان جون بيلي وقتها في الفراش؟ كلا في البدء لم يكن بالبيت إطلاقاً كان في زيارة لدى بيت ميشيل تانسي وأن نتركهم يقتارون طريقهم هيا ولد أكبل كنت أبحث في المنزل عن النقود عندما دخل بيري العجوز كانت معه بلطة وهاجمني بها فألقيت الدقيقة في وجهه فسقط فوق كرسي هذا ما حدث بالضبط لم أضربه مطلقاً وهل أمسك بيدك قبل أن تقذف بالدقيق في وجهه؟ حدث هذا في نفس الوقت لقد كنت على وشك أن أقذفه بالدقيق عندما أمسك بيه وهل أخذت أي تنقود؟ جنيهين هل كان في المنزل أم في جيبه؟ في جيبه داخل كيس نقود وهل أخذت الكيس وكل شيء؟ أجل ها... وأين وضعته؟ أقصد الكيس أخفيته بالخارج في مكان أمين حسناً لا تقترب من مكانه لبعض الوقت تذكر كل هذا لأن كل ناحية من هذا الجبل لها عينان تريان الآن ماركي قادم من بعيد حسناً استمري في مراقبة السبح لمدى أكبر ماذا كنت تلبس في قدميك الليلة الماضية يا ولد؟ حذائي القديم وأين هو الآن؟ في هذه الربطة كل الحاجيات التي كنت أرتديها في الليلة الماضية موجودة كذلك في الربطة ظن أن الحذاء وجميع الأشياء قد بيضت بالدقيق أجل يوجد بعض الدقيق عالقا بها وكنت سترحل إلى بيلفست بربطة الأدلة الجنائية هذه تحت إبطة وكنت أنوي أن أرمي بها في النه أعطيها ليه واخلع هذا المعطف والكوفية واجلس أمام المدفاة سأخبئ هذه الربطة بعيدا في الوقت الحالي أود لو كنت قد ذهبت إلى جهنم في هذه الليلة الماضية إنك أكثر أمنا حيث أنت الآن هل جرحا قطيرا؟ بطريقة ظاهرة جدا إنها أسوأ شيء هذه اليد المربوطة إن أباك سيبتكر لها حلا لقد ظل يغرر بالقانون ويقضعه طوال عمره وسيفعل هذا ثانية لا تخف لا تخف لو تخلصت من هذا المأزق فسأرجع إلى البحر وسأبعث إليك بعشرة شلينات كل أسبوع حسن هذه صفقة إذن هل كانت معه البلطة وهو في بيت ألي تنسي؟ أجل كانت معه لأنني رأيته خارجا بها آه أية قصة يا ترى رواها لميشيل تنسي إذا كان قد ذكر اسمك فهذا أمر سيء أنا لا أهتم كثيرا بفليكسبات لأننا نستطيع أن نخلصه مآل تنسي فيمثلون خطرا داهما فهذا الفتى المدعو بشون يتيه خيلاء وشعورا بالأهمية أنه يمططي ظهر جواده ويتطلع إلى ماشيته وغنمه كأحد السادة من ملاك الأراضي أني لا أعجب لماذا بحق الجحيم قضينا على الملاك القدامى كي نفسح مكانا للملاك الجدد بيتر قلق بسبب يده دعني أرها يا سيدي ليست سيئة جدا إن الجرحة في مكان غريب يكفي قليل من الأدلة ضدك وتبعث بك هذا إلى المشنابطة سأربطها يا بيتر هاتي يدك مكان غريب كما يقول أبوك أما لمفكرا ثم يتجه إلى الباب ينزع باب الغرفة من مفصلات ظلنت أن عقد الباب قد انخلع أيضا ماذا ستفعل بحق الله؟ أين العتلة؟ بالخارج أحضريها هنا يا مرأة هل ستنزع المنزل من مكانك؟ بل سأنزع شيئاً من البلطة القسيرة يا مرأة موجودة في المخزن سأحضرها بنفسي إنه قلق على يدك لقد رأيته وهو يقطب حاجبيه استياءة اخفي يدك في جيبك عندما يحتر ماركي سيؤلمني جداً أن أضعها في جيبي إنها تنضح بالألم أحضري قطعة قماش يا مرأة لقد قطعت يدي حتى العزارة فحدث هذا؟ بالبلطة الصغيرة أحضري قطعة من القماش أو أي شيء اضغط علي حتى أعود لو كنت استخدمت عقلك في الليلة الماضية لما شخكت يدي اليوم بالبلطة عليك أن تحاول الارتزاق من مهنة شريفة فمن الواضح أنك لم تخلق لأي شيء آخر لا عقل لك ولا يد ماهرة كل هذه المتائم من أجل جنيهين حقيرين معي حفنة من نسيق العنكبوت لمدوات القرحة هذا هو الدواء المطلوب ألقي به في القرح نربطي جيدا بإحكام أوه إن القرحة في نفس الموضع المماثل لقرح بيتر تماما تماما ستجوز هذه الخدعة حتى على الحراس أنفسهم هاتي يدك يا دولي لن يستطيع أحد أن يقول إنك جبان لقد نجوت يا بيتر لقد قلت لك إن أباك سيتفنن في شيء لم يقل أحد أبدا هذا القول ومضى سالما شدي أحكي بالرباطة جيدا يا امرأة أعتقد أن الرباطة مجدود بدرجة كافية أين علق الخشب المربع طرفي؟ إنه تحت السرير أحضره بينما أذهب أنا لإحضار عدة نجارة لقد قلت لك إنه سرعان ما يخضع الحراس ولكن إني لا أعجب ماذا سيفعل بهذا العرق الخشبي؟ كان عملا جريئا أنقطع هذا إن أبيل رجل عظيم كنت أؤمن دائما أنه يعرف كل المبقات بل أنت الذي تجيد كل المبقات لكن ربما يعلمك هذا شيئا ما سيترك مطبخي في حالة يرسى لها من الفوضى سأنظفه أنا بنفسي وسأبيضه أيضا وأدهن الأبواب إذا ما انتهى هذا كله فسأصبح رجلا مختلفا فقط إن لم يمت العجوز الذي يجلب لي المتاع إذا مات فلن يحكي شيئا يدخل دوليس ومعه بعض الأدوات وحفنة من نشارة الخشب ناثرا النشارة في كل المكان لا شيء يحيرهم أكثر من التصاهر والتصنح إذا حضروا ووجدوك جالسا إلى المتظلهم فسيكون باستطاعتهم قراءة القصة كلها من تعبيرات وجهك والآن يا غلام اشغل نفسك بشيء سيحضر مارك هنا خلال دقيقة واحدة وماذا علي أن أفعل؟ سوف نثبت عقد الباب ونعيد تعليقه عدي لي قليلا من الشاي يا امرأة سأقوم بالحراسة بنفسي لقد غليت الماء في الغلاية خذ البلطة الصغيرة يا غلام واسحك هذه العارضة الخشبية وأحلها إلى نشارة لا أستطيع أن أمسك البلطة بيدي إنك لعينة ممتازة من بخارة أعالي البحار إنك كالأطفال الصغار لا تجيد شيئا أكثر من أكل الحلوى قف هنا للمراقبة وسأشك أنا العارضة الخشبية حالا لقد شكقت طريقي خلال جدار سفينة وأنا مكسور القدم ها هو ماركي دعه يدخل أرحف أزنيك كالسعلب لكل ما سيقوله لا تنسى كلمة واحدة من كلامه حبي للجميع هنا حبي للجميع هذا هو المكان الذي ستنطلق منه الأحداث لم يكن الباب محكما يا ماركي فصممت مساء أمس أن أثبته هل جرحت يدك؟ لقد جرحت وأنا أدق الباب بالبلطة ولقد جرح بيتر نفس الجرح في الليلة الماطية وقد اتهمته بالغباء وهانذا أفعل نفس الشيء ها 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 وهل يعقل أن يصبح الجرحان في نفس المكان؟ ليس تماما آه إنني أتعجب فقط آه هل من أخبار جديدة؟ آه ما زالت الأنفاس تتردد في جسد جون بيري آه هل كان الرقيب هنا؟ آه كلا وما الذي يجيء بالرقيب هنا؟ سوف يحضر هنا لقد أخبرني فيليكس بات أن أحذرك سيحضر الرقيب هنا آه من الأفضل أيضا أن تعرف الحقيقة يا هافدوليس لقد ذكر اسم ولدك بيتر هاي أستطيع بيتر أن يواجه هذا؟ قبل أن أنطق بكلمة واحدة أود أن أعرف هذا هل فيليكس بات معي أمتطي؟ إن فيليكس بات وأخته ماجي كلاهما في صفك راس خانك الجبل وإذن فكل ما نحتاج إليه هو رواية محكمة مدبرة من قبل إن من سوء حظ فيليكس بات أن فتح فمه الليلة الماضية أمام الرقيب ولكن الأخت ماجي جعلته يرجع في الحال ويصحح أقواله وفيليكس بات مستعد الآن أن يقسم أن الرجل الذي رأاه عند بيت بيري الليلة الماضية لم يكن بيتر دوليس آه كم أنت عظيم يا فيليكس بات وماجي أيضا إنه على استعداد لأن يمضي أكثر من هذا وأن يقسم إن بيتر لم يكن هذا الشخص وكذلك ماجي أيضا آه هذه الصداقة وتستحق شهادتهم شيئا ما لأنهم قوم ودعاء طيبون ولم يحملوا لنا أي تدريب وقوم متدينون كذلك أحرقي هذا الكيس يا مولي دوليس وأحرق الرماد نفسه لا حاجة بك لأن تخبرني يا ماركي آه أراه قادما من من الرقيب لقد ترك سيارته عند المدرسة حسن سرعان ما يأتي وسرعان ما سيمضي هل أنت خائف منك كلا كلا هل يوجد قليل من الماء في المنزل أعطني جرعة ماء سأحضر بعد الماء من البيت قف يا مولي فللي شيء ما هنا خذ رشفة من هذا الشراب يا بيتر وستستطيع أن تواجه فرقة إعدام أنا بخير الآن خذ رشفة أنت أيضا يا هف آه كم شربت مشروبات أفضل من هذا يا ماركي آه كثيرا يا هف آه والآن يا مولي آه خذ رشفة لتهدي من أعصابك سأبلل شفتي فقط آه آه هذا الشراب ليس رديئا تماما إذا ما شرب دفعة واحدة لا 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 آه هذه هي الطريقة الصحيحة لشرب هذا الخمر آه تسدين أدفك أثناء الشرب آه هذه هي الطريقة آه والآن يا أولادي آه يجب أن نضع حلا لا يجب أن يراني الرقيب هنا مهما كان الأمر يمكنك أن تدخل الغرفة يا ماركي اجلس هناك وأنصت إلى كل ما سيقوله والآن يا حبي إلى القصة عملية النجارة هذه تصلح في مكانها ستفسر سر الأياد المربوطة بالضماضات لكن لابد لنا من رواية نرويها آه إن لدينا رواية جرح بيتر يده في الخامسة من مساء أمس ولم يقض من الباب بعد ذلك يجب أن نغير من هذا وأن نضيف إليها أن يقسم كل أب وأم كالعادة أن ابنهما كان في الثراش في وقت حدوث الجريمة لكن لا القاضي ولا المحلفون يصدقونهما أبدا وفي حالتنا هذه لابد أن نقول إن بيتر قد غادر المنزل بالفعل في الليلة الماضية لكن إلى أين ذهب؟ ومن هنا تبدأ القصة الرسمية التي ستسجل في سجلات التحقيق دوليس ألم تستعر جاروفا من فليكسبات منذ حوالي شهر؟ أجل لكنني أعدته إلى بيته في الأسبوع الماضي بل هذا لم تفعلها بيتر أعاد الجاروف إلى بيت فليكسبات في الليلة الماضية هذا معقول وكان بيتر جالسا في مطبخ فليكسبات عندما وصلت أنا من بيت ميشيل تأنسي في الساعة السابعة هكذا تسير الأمور على ما يرى وكان بيتر ما يزال جالسا في المطبخ عندما بعثت بفليكسبات كي يخبر جون بيري ألا ينتظرني كي أقضي الليلة معه بدأت أرى شاطئ النجاح وعندما كان بيتر عائدا إلى البيت أعطته ماجي إبريقا من اللبنة ها هو ذا الإبريق معي الإبريق الذي وضعت فيه اللبنة ماذا شيء محكم التدبيق ضع الإبريق فوق الرف يا موليدوليسا وأريه للرقيب عندما يجيء دورك في الرواية ها؟ لابد أن ماجي نفسها هي التي صاغت الرواية فقد كانت دائما فتاة ماهرة وهل غدر بيتر البيت قبل أن يرجع فليكسبات من عند جون بيري؟ أجل فعلى ذلك ولكن قبل بضعة دقائق كما أستطيع أن أشهد من دخول فليكسبات بالأخبار السيئة وهل ستقسمون ثلاثتكم على أن بيتر كان موجودا في المطبخ في اللحظة الحاسمة لحظة وقوع الجريمة؟ بكل تأكيد لقد وصلت هناك في الساعة السابعة ووجدت بيتر يجلس إلى منضدة المطبخ وقد خلعت حذائي وجلست أمام المدفاة هذا ما سأقسم عليه إلى النهاية أفديك بعمر يا ماركي والآن متى غادر بيتر بيتنا هذا ومعه القارون؟ حوالي الساعة السادسة والنصف وعاد بإبريق اللبن في حوالي السابعة إلا الربع لا تكن دقيقا جدا في تحديد الوقت سوف نقول تقريبا أو حوالي؟ هذه هي الإجابة الصحيحة تقريبا حوالي ثم شيء آخر عندما أتى بيتر إلى هنا باللبن كان عمه لونغتوم دوليس هنا ومكث حتى وقت النوم لقد رأيت لونغتوم هذا الصباح وأعطيت التعليمات الخاصة به ها هو الرقيب قادم بعيد يا حبي نحن جميعا مستعدون للقائه هل حفظ كل أحد دوره عن ظهر قلب؟ طبعا لا يمكن أن تكون قد كنت بعمل شيء مثل هذا وبهذه الدقة من قبل يحسر بك أن تذهب إلى الغرفة يا ماركي إنه يمشي بسرعة تعال معي يا ماركي سأريك أين تجلس ها قف معتدلا أماما يا بيتر كن مهذبا وأجب على أسئلته بطواضع وهدوء لا تخف إن روايتك متقنة ها والآن يا بني أنت في أمان كالنقود في البنك انظر إلى عينيه مباشرة وحكي روايتك بثبات كرجل بالغ لم تستقوب أبدا أمام ربان سفينة ما لقد حدث لي هذا حسنا تصرف بنفس السبات أجب على أسئلته بنعم يا سيدي أو بلا يا سيدي وتشبس بنقاطك الأساسية لا توجد أي صغرة في روايتك لا أخافه الآن بالمرة حسنا ابتع عملك إذا حسنا حسنا يا سيد دوليس هل تجري بعض التعديلات قليل من الإصلاحات المنزلية يا سيدي تستطيع بالكاد أن تسميها تغييرات لقد التوى العقد القديم للباب وأصبح الباب لا يغلق لذا فقد رأيت أن أنتزع الباب كله بالعقد وأن أشده لأصلحه طبا يومك يا سيدي طبا يومك يا سيدتي لابد أنكم سمعتم شيئا عن جون بيري العجوز أقل يا سيدي كنت في السبح عند الحانوت من أجل بعض الطباق وكان كل مرء يتحدث عن الحكاية قالوا أولا بأنه مات إنه ما زال يعيش إنها لكارثة فضيعة لقد كان كهلا هادئا مسالما أتعشم أن يقبض على الحفنة الآثمة لكي تنال جزاء إن ما أتى بي هنا هو أنني أجري بعض التحريات مجرد روتين حسنا يا سيدي إذا كان من الممكن أن نخبرك بشيء نافع فعليك فقط أن تسأل عنه لا شك عندي في هذا هذا ابنك بيتر أقل يا سيدي ابن الأكبر بيتر هل تحب أن تقدم بيانا بسيطا عن تحركاتك خلال مساء وليلة أمس إنه فقط مجرد روتين سأجيب على أي أسئلة يا سيدي حسن حسن جدا يا بيتر إن معي هنا صحيفة من الورق وقد أدون إجاباتك أتكتب فوق المندضة يا سيدي أشكرك يا سيدي أشكرك اقتراح طيب جدا لكنني أفضل أن أجري الاستجواب البسيطة مع بيتر على انفراد بكل تأكيد يا سيدي سنخرج ونتركه لك وإذا لم يجب على أسئلتك بشكل وافٍ فخذه معك تعال يا أمرأة والآن يا بيتر لا تضطرب إن هذا مجرد روتين فقط أنا لست مضطربا بالمرة يا سيدي متى رأيت جون بيري آخر مرة؟ صباح أمس يا سيدي كان بعربة فيلكسبات وكان متوجهين إلى المدينة وهل رأيته وهو عائد من المدينة؟ كلا يا سيدي في أي وقت من مساء البارحة حدث لك ما حدث بيدك؟ حوالي الساعة الخامسة يا سيدي لا أعتقد أنك غادرت البيت بعد هذا أجل يا سيدي لقد أخذت الجاروف إلى بيت فيلكسبات الجاروف؟ أي جاروف؟ الذي كان أبي قد استعاره من فيلكسبات يا سيدي وفي أي وقت خركت من هنا بالجاروف؟ هل تتذكر؟ حوالي السادسة والنصف يا سيدي هكذا ومن كان موجودا في منزل فيلكسبات عندما وصلت أنت إلى هنا؟ فيلكسبات فقط وأخته ماجي كان في المطبخ وطلب مني أن أجلس ثم أقبل ماركي العجوز بعد لحظة في أي ساعة أقبل ماركي؟ حوالي الساعة السابعة يا سيدي هكذا ماذا تتذكر بعد ذلك؟ ماركي قال لفلكسبات أن يمضي ويخبر جوم بيري ألا ينتظره لأنه كان سيمضي الليلة مع فيلكسبات وماجي وهل خرج فيلكسبات في الحال؟ أجل يا سيدي في الحال وبعد ذلك جلس ماركي إلى المدفأة وخلع حذاءه الطويل وهل بقيت أنت هناك حتى رجع فيلكسبات؟ كلا كلا يا سيدي لم يكن قد رجع عندما خرجت أنا وعندما كنت تغادر بيت فيلكسبات هل شهدت نورا في بيت جون بيري؟ كلا يا سيدي لقد خرجت من الباب الخلفي وقد أعطتني ماجي إبريقا من اللبن لأحضره معي إلى البيت فهمت الآن وهل كنت قد أخذت معك إبريقا للبن؟ كلا كلا يا سيدي لقد وضعت ماجي اللبن في إبريق من عندها وفي أي ساعة وصلت هنا به؟ في حوالي السابعة إلى الربع يا سيدي في حوالي هذه ثاني مرة تستخدم فيها هذه العبارة أجل يا سيدي وهل خرجت من بيتك بعد هذا؟ كلا يا سيدي لقد كان عمي لونغ توم دوليس هنا ومكث حتى حان وقت النوم هل رأيت فيلكسبات أو أخته ماجي اليوم؟ كلا يا سيدي ألم ترد لماجي إبريقها؟ كلا يا سيدي إنه ما زال هنا ها هو ذا يا سيدي ذلك الإبريق البني اللون هل شاهدت مارك اليوم؟ كلا يا سيدي ألم يمر بهذا الطريق منذ نصف ساعة مضت؟ لم يأتي هنا يا سيدي ألم يكن جون بيري خائفا منك؟ لم يصل هذا إلى علم يا سيدي لم يكن لديه داعي لأن يكون خائفا مني أكنت تزوره أحيانا؟ أجل يا سيدي إذا تصادف مروري ببابه فقد كنت أزوره متى زرته آخر مرة؟ هل تتذكر؟ منذ حوالي ستة أو سبعة أيام مضت يا سيدي وهل طلب منك في تلك المرة أن تخرج وأن لا تعود ثانية لبيتي؟ كلا يا سيدي بالمرة لقد كان ودودا دائما وهل كان الكلب ودودا هو الآخر؟ لم أكن ألاحظ كثيرا يا سيدي ربما نبح قليلا لكنه لم يكن ليعض أي إنسان هل عبرت الحقول في ذلك الاتجاه أول أمس؟ أجل يا سيدي لكنني لم أكن ذاهبا إلى بيت جون بيري لقد كنت في إثر الأرانب وهل قابلت أحدا أسفل ذلك الطريق؟ أجل يا سيدي قابلت شون تانسي وهل تبادلت الحديث مع السيد تانسي؟ أوه يا إلهي كلا يا سيدي إنه لا يرى أبدا وهو يخاطب منهم على شاكلتي حسنا حسنا يا بيتر أعتقد أن هذا يكفي في الوقت الحاضر هل تريد مني أن أوقع على أقوالي يا سيدي؟ كلا كلا ليس الآن إنه فقط مجرد روتين يمكنك أن تستدعي والدك ووالدتك أجل يا سيدي أبي يمكنكم الدخول الآن هل كل شيء على ما يرام يا سيدي؟ تماما تماما وهل أجاب على أسئلتك إجابات كاملة غير منقوصة؟ كاملة غير منقوصة تماما تماما ربما تؤكد لي أنت وميسيس دوليس بعض النقاط اسألنا أي سؤال شئت يا سيدي سنؤكد لك أي شيء تحب سأقرب زوجتي من هنا كلا كلا لا داعي لا داعي هذا فقط مجرد روتين في أي ساعة من النهار جرح بيتر يده؟ حدث هذا بعد الصهر؟ حوالي معادي شرب الشاي في حوالي الساعة الخابسة لقد جرح يده بالبلطة يا سيدي أنا نفسي خبطت يدي خبطة أكثر ثوءا وألما هذا الصباح انظر لم يجب فالدم فوقها بعد هكذا في أي ساعة خرج ابنك ومعه الجروف هل تتذكر؟ ربما كان هذا بعد الساعة السادسة يا مولي أليس كذلك؟ كان قرب السادسة والنصف فلنقل إنه كان في حوالي الساعة السادسة والنصف يا سيدي في حوالي وقد رجع حوالي السابعة إلا الربع كان معه إبريق اللبن الذي بعثت به ماجي هدية لي وها هو ذا إبريق ماجي هناك على رفي يا سيدي ذلك الإبريق البني هذا وهل خرج من البيت بعد ذلك؟ يا سيدي كان عمه لونغ توم دوليس موجودا هنا وجلتنا نسلسل حتى حان وقت النوم هل شاهدت فيليكس بات أو ماجي اليوم؟ لا أحد منهما يا سيدي لقد كنت مشغولا بهذا الباب طيلة الصباح لكنك كنت في الحنود؟ أجل أجل يا سيدي لكنني سرعان ما عدت إلى البيت أعتقد أن هذا يكفي الآن لا أظن أنك شاهدت مارك اليوم كلا يا سيدي لم أره اليوم إنه غالبا ما يتجول بهذه الناحية يا سيدي ولكنه لا يأتي هنا أبدا إنها بيتنا في موقع مرتفع جدا حقا حقا يا سيدتي إنه من الصعب الصعود إليه لكن لديكم منظرا جميلة أطوع المناظر في أيلندا يا سيدي في الأيام الصافية يمكنك أن ترى إلى الحدود حتى منطقة لوفنيف لقد شاهدت مرة مدينة لوفنيف في السماء يا سيدي ولكن ربما كان ذلك مجرد سراب إن السراب شائع جدا قرب البحر يا سيدي لقد شاهدت سفينة ناشرة شراعها في السماء هكذا من يمتلك تلك المزرعة في أسفل الجبل؟ السيد ميشيل تانسي لقد اشترى مزرعة تربية الحيوانات هذه منذ عام إنه رجل سري ورجل طيب أيضا يا سيدي إن عائلة تانسي أناس ودودون إنهم قوم عظماء طيب القلب ومحسنون وأيرنديون خالصون حتى النقاح حسنا حسنا طاب يومكم إلى اللقاء يا سيدي يا إلهي أين بيتر؟ إنه بالخارج لابد أنه استمتع بالامتحان لأنه كانت هناك ابتسامة عريضة على وقه رائع رائع لقد ابتعد الرقيب متجها إلى كوخ لونغ توم دعه يذهب فلونغ توم ليس موجودا بالمرة والقفل موضوع على الباب هل وقعت المحضر؟ كلا لقد عرضت عليه أن أوقعه ولكنه قال لا داعي لتوقيعه إنها لم تكن تستحق قطرة الحبر الذي كانت ستوقع به وإذن فهذا هو نوع الأطفال الذي يختارون منه رجال الشرطة في أيامنا هذه لقد كان إعداد رواية جاهزة لمواجهة ذلك الرجل مضيعة للوقت إنه لم يضيق الخناق أبدا على بيتر وكيف واجهه بيتر يا باركير إنه لم يتعثر قط يا حبي كان كأنه يتحدث إلى تلميذ في المدرسة إن شرطيا أيرلنديا من الفرق الخاصة بلا أي شريط على ذراعه كان سيرقص بيتر ويقلبه كدجاجة على الشواية وهل تعتقد أن الرواية نجحت في الامتحان؟ بالتأكيد لم ينتظر حتى التوقيع أليس هذا دليلا كافيا؟ إن بيتر لم يضطرب أبدا من البداية حتى النهاية لو حكى فيليكس بات ومادي نفس الرواية فإنها ولما لا يحكونها؟ ألم نكن نتمرن عليها طيلة الصباح؟ إن ماجي لديها أحسن ذاكرة من هنا حتى مدينة كور فعلا فعلا لقد كان لها دائما أحسن ذاكرة كانت في المدرسة الأولى على الفصل دائما إن الخطر الوحيد هو آل تانسي لقد كان جون بيري موجودا لديهم الليلة الماضية وأخبرهم أنه كان خائفا من بيتر دوليسة آه إن هذا لخطير بل خطر داهم إذا قدم آل تانسي هذه المعلومات وأيدوها فسيأتي لكم الرقيب حتما من أجل بيتر هل سترى ميشيل تانسي بنفسك؟ أو أراه أنا؟ أنا ذاهب إلى هناك ناني عسن لا توجه أي تتهديدات ولكن أخبر ميشيل تانسي وابنه اليافع أن يتركوا قبيلة دوليس وشأنها وأخبرهم أن صداقتنا ستكون نافعة جدا فيما يختص بمزرعتهم تحت السفح القبل آه هذه هي الورقة التي سنلعب بها إذا أمكنك أن تقابل ميش تانسي نفسها يا ماركي وتدق مصنار التحذير هناك فإنها ستكمل الباقي لأنها امرأة من النوع القلق آه وامرأة متدينة لا تقل كثيرا عن القديسين إلى ميش تانسي نفسها سأوجه التحذير معذرة 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 يخيل إلي أنني تركت قلمي هنا آه لا 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 أثر له هنا آه يا لله ها هو ذا في هذا الجيب ساكنا دون أي حركة آه ماركي آه ماركي أريدك أن تأتي معي آه إلى أين؟ الشرطة يا إلهي هل تقبل علي؟ هذا ليس تماما أنه فقط كي نأخذ منك إضاحا بسيطا أنه روتين مجرد روتين آه 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 الفصل الثالث المنظر نفس المنظر كما في الفصل الأول نفس الليلة وقد أطفأت ميزستانسي النور وأسدلت الستائر تدخل سارة ماجي هنا وتريد مقابلتك حسن يا عزيزتي أدخليها إلى هنا فأبوك في المطبخ أنني أتعجب ماذا تريد هذه المرأة هنا سارة لا تكون حمقاء ينبغي أن نكون مهذبين حتى مع أمثالها من الناس خذ حذرك مما تقولين يا أماه فإن لعابها يسيل خلف النميمة لا حاجة بك لأن تحذري أمك فيما تقوله لقد عرفت ماجي قبل أن تولدي لا تدعيها تنتظر إلا قلقت ومضت ستكون خسارة كبيرة ماجي ماجي والدتي هنا يا ماجي فتع علي ميسستانسي عزيزتي لكم أنا مصرورة أن أرى وجهة جارة لطيفة يمكنني أن أتحدث إليها أتعشم أن لا يسمعنا أحد لا أحد هنا يا ماجي لأن ما أريد أن أقوله يجب أن أقوله لأذنيك فقط فهذا يوم لن أنساه طالما نمت الحشائش وجر الماء فليساعدنا الله آمين يا عزيزتي تعلمين أن أخي فليكس بات هو الذي وجد جون بيري ملقا على أرضية حجرتي كجوال مبلل بالماء وطبعا لم أذق طعم النوم طوال الليل أنا متأكدة من ذلك يا عزيزتي ولكن رحمة الله وقوتي وشجاعتي قد صنعوا المعجزات لقد ذهبت أربعين مرة إلى باب جون بيري لأسأل عن صحته ولكن كان أحد رجال الشرطة يجلس إلى جوار فراشه ولم يسمح لي بالدخول إن الخطر طبعا في أن يفتح جون عينيه ويدلي بأقواله للبوليس أعرف أعرف يا عزيزتي لقد صعدت أربع مرات إلى كوخ دوليس محاولة أن أضع الأمور في نصابها وتعرفين يا أختها ماذا يعني الجبل لإنسان غير معتاد عليه لقد خانتني قدماي ثلاث مرات ولكنني أعتقد أنني حصلت على كل شيء كاملا وسيمكننا أن نبقى خارج الموضوع فليساعدنا الله ويسترنا آمين آمين يا عزيزتي آمين تعرفين أن من سوء حظ فيليكس بات أنه قال إن السارق هو بيتر دوليس الصغير ولكنني جعلته يرجع في الحال وأن يخبر الرقيب أنه أخطأ وأن الرجل الذي شاهده يغادر البيت كان طوله ستة أقدام وبلحية طويلة إلى حد ما وهكذا لا يمكن أن يكون هو بيتر دوليس لأنه لا توجد شعرة واحدة على وجه وهذا منتات إليه الأمور حتى الآن آه فليساعدنا الله آمين يا عزيزتي وقد كنت أنا وماركي بالإدلاء بأقوالنا وبقدر ضئيل من مساعدتك يمكننا جميعا أن نبقى بعيدا عن الشبهات وهكذا نترك الحفنة الآثمة تحاسب على جريمتها يوم الحساب أجل يا عزيزتي أجل ففي ذلك اليوم لن يستطيع أحد أن يفلت من الحساب نعم لا أحد سينشر الكتاب أمام الجميع اللي يروا أعمالهم لقد صعد الرقيب بنفسه إلى التل واستجوا بيتر دوليس الصغير ثم أخذ ماركي إلى قسم البوليس وأتلى بأقواله وقد نجحت القصة أمام الامتحان وعلى ذلك إذا أغلقنا فمنى جميعا فلن يستطيع الرقيب أن يفعل أي شيء فضيع جدا يا عزيزتي لقد أقسم هاف دوليس على كتاب دا أن يحطم أي إنسان يتعرض لبيتر سواء أكان هذا الإنسان من علية القوم أو أحقرهم وكلمة هاف تعتبر قانونا فوق الجبل حتى على الطفل في المهد إن ألا دوليس كلهم أناس طيبون وجيران كرام آه يا عزيزتي آه يا أخت أنت وأنا نعرف ما نعرف لكن ليس هذا وقتا مناسبا لإذاعة آرائنا إنك تتمتعين بالحكمة والكياسة أما ابنك وزوجك فليس على شيء من الفتنة لذا فعليك أن تسلكي نفس السبذي سلكته مع فليكس بات وقومي بإخماد ثورتهم حتى تنتهي العاصفة فحيث أنكم امتلكتم مؤخرا مصرعة لطيفة لتربية الماشيات أسفل الجبل فلعل هذا يكون سببا وجيها للاحتفاظ بالجانب الآمن من الأعداء لأن الأحمق فقط هو الذي يضع أصبعه في فم الكلب المصعور من له الحق أكثر مني لأبعث بهم جميعا إلى المشنقة ألم يخن لونغ توم عهده معي عندما كنت في الثامنة عشر من عمري ثم تزوج من ابنة عمه الخليعة التي تعيش خلف الجبل لكن الله منحني القوة والشجاعة لكي أتحمل كل شيء إن الله دائما يمنحنا القوة والشجاعة يا عزيزتي دائما إذن فخذي درسا عني واجعل ابنك وزوجك يمضون في طريق السلامة لأن الطريق الآخر صعب وعر محفوف بالمخاطر ذكري زوجك أن جده قد حارب آل دوليس وأنهم تعقبوه حتى القبر إن زوجي لم يكن أبدا على خلاف معهم أو مع أي إن عاقلة وتخمدين دائما المتاعب في المات لذلك تدرعي إلى الله بحرارة ألا ترى راية الحرب أبدا قالوا إن جون بيري كان هنا في الليلة الماضية ولكن لا تدعي هذه القصة تثير الذوابع حولها إذا قال جون أي كلمة تتعلق ببيتر دوليس فعليك أن تحبسيها في صدرك أنت وعائلتك حتى يحين الوقت لا شيء ردينا نخفيه يا ماجي لا شيء أبدا لا شيء لقد أزحت حملا ثقيلا من فوق صدري يا أختي إجمعي أفراد عائلتك واخبريهم جميعا أنه لا شيء لديكم لتقولوا ولا شيء تخفوه عن الرقيب أتعدينني بذلك؟ لقد سمعت ما قلته إذن فعديني يا عزيزتي ألا تفتحي فمكي وسأمضي بذلك راضية قد يحضر ماركي فيما بعد ويخبرك عن تطورات الموقف يمكنك أن تفتحي عقلك لماركي وسيبعدك أنت وعائلتك بعيدا عن المشاكل يمكننا أن نفعل هذا بدون ماركي ثمت شيء آخر أريد أن أقوله إن المدرسة الشاب والرقيب يتبادلان الحب بحنف وقد حدث هذا لمدة طويلة إنهم يتقابلان في مبنى المدرسة بعد حلول الظلام ويتوريان هناك لزاعات طويلة لذا فمن الأفضل لك والابنتك أن توبخيها على ذلك قل لها إما أن تترك الرقيب ينصرف إلى عمله أو أن تبحث لها عن سكن جديد فأنت لا تريدين الآن جاسوسا للبوليس في بيتك سعمدي الآن راضية عليك أن تخرجي من الباب الأمامي يا ماجي فالرجال موجودون في المطبخ آه سأجد طريقي إلى الخارج يا أخت إن لك بيتا أنيقا سأقودك إلى الخارج يا ماجي آه قوديني يا حبيبتي قوديني إن لكم بيتا أنيقا أنا قادمة هل تناول أبوك شاية؟ كلا إنه لا يريد شيئا ألا تأخذين أنت شيئا منه؟ أنا؟ أنا لا أستطيع حتى الاقتراب من المائدة إن هذا يشعرني بالغثيان أليس من الغريب أن تؤثر المتاعب بهذا الشكل في الشهية؟ لم يكسر أبوك الخبز في يومي ولا شون أيضا أما الآن سابيني فهي الوحيدة التي يمكنها أن تتناول طعامها كالمعتاد وصلتني هذه المذكرة من الرقيب وسوف يحضر هنا هل ذهب إلى بيت جومبري؟ أجل كان لطيفا منه أن يبعث لك بكلمة جدا لو كانت مشكلتنا نحن لم أهمني أما أن تلوث بشيء عفن كهذا أعرف يا عزيزتي إنه لشيء يحطم القلب كان من الممكن أن تكون الحال أسوأ إذا وحدنا أرأنا فلن تختلط علينا الأمور أبدا ولن نتورط في شيء كهذا لا يوجد طريق سليم للخروج من هذا المأزق يا أمه هذا هو الرأي السليم في الحكاية كلها علينا أن نفعل هذا الشيء أو الآخر ما يجب علينا أن نفعله هو أن نستبقي أباك وشون بعيدا عن المشكلة أعرف معنى هذا الأخرس يغني المستحيل ولكن كيف نسلك نفس سلوك فلكس بات وماجي ثم نحتفظ باحترامنا لأنفسنا بعد ذلك إذا استطعت أن تخبريني بذلك فسأفعل أي شيء تحبيني إن كل ما أستطيع أن أخبرك به هو أننا يجب أن نبعد أنفسنا عن هذه المشكلة أظن أن ماجي جاءت إلى هنا لتخبرنا بما يجب علينا أن نقوله لا حاجة بنا لأن نقول أي شيء بالمر قد يكون هذا مقبولا إذا كنا لم نعرف الحقيقة لكننا نعرفها بالفعل كل واحد مننا يعرفها وأن نغفي الحقيقة معناه أننا نضع أنفسنا في نفس مستوى فلكس بات وماجي هل هذا هو الطريق الذي ستسلكينه؟ وأي طريق آخر أستطيع أن أسلكه؟ ألا يمكنك أن تساعديني في أن نعقل أباك وشون؟ لقد كنت تعقلينهما طيلة اليوم ولم أتدخل فهل تعيديني بأن تسكتي وأن تتركي لي الأمر أمر أباك وشون؟ لن أعد بشيء إذا فعل شون الشيء الصحيح فسوف أؤيده لو شرحت الأمور للرقيب فإنه لن يسأل أي أسئلة أماه لا أستطيع أن أفعل شيئا كهذا يا إلهي الرحيم أليس هذا هو نفس الشيء الذي نكرهه في سلوك الآخرين؟ حلاوة على ذلك فقد شاهد الرقيب جون بيري وهو يدخل هنا الليلة الماضية بل لقد تكلم الرقيب معه كان حظا ولكن إذا كان مغرما بك فسينسى كل شيء يتعلق بهذا الموضوع وسيسعده جدا أن يبكى اسمك بعيدا عن هذه الورطة اسأله النصيح لا لن أفعل شيئا كهذا إن أمامه واجبة وعليه أن يفعله وسأدعه يفعله لن يجبرنا أحد على إجابة أسئلته ما لم نرغب نحن في ذلك وإلا فإننا نستطيع أن نقول له جملة أكاذيب إذن فلن تطلبي منه أن ينصحك لن أفعل إنه ببساطة سينصحنا جميعا أن نقول الصدق هل اتفقت أنت وشو على أي شيء؟ كلا لم نتناقش في هذا الموضوع كلية لا يرغب شون في الكلام فيه إن الأمر لسيء بالنسبة لشون أكثر من أي واحد فينا إنه لا يريد أن يصبح مرشدا للبوليس أو مثل فليكس بات كذلك لكن شون أمامه حياته ومعيشته هنا ووجود عدو حقود شيء مخيف قد ترحلين أنت عنا وتتركيننا هنا أما شون فيجب أن يبقى وأن يتحمل النتائج لا تنسي هذا يا سار أنا لا أنسى شيء إن شون هو الذي سينتقمون منه حتما أصغي إلي يا أمه إذا بدأت تتكلمين مثل هذا الكلام إلى شون فستجعلينه حبيس الجدران تظنين أننا كنا من الرواد الأوائل الذين استقروا في أقصى الغرب كما رأيت في الصور الفوتوغرافية فالرجل يجلس إلى غذائه والبندقية على ربتيه لقد كتب علي طيلة حياتي أن أسعى وراء فرصتي في العيش إلى جوار الهنود الحمر وآل دوليس وهم يزأرون مخمورين بصوت عال لكنني أرى أنه لا فائدة من الكلام معك أين أبوك؟ تركته جالسا في المطبخ هل كان يقرأ الجريدة؟ كلا كان يجلس فقط اذهبي وأخبريه أنني أريده وإذا كان الرقيب سيأتي إلى هنا فيجب أن نستعد للقاء أمل أن لا تكوني قد نويت الضغط على أبي ليس هذا عدلا لن يكون هذا ضروري فطالما تدبرنا أمورنا أنا وأبوك كي نعيش حياتنا دونما أي ضغط وأن نحتفظ باحترامنا لأنفسنا أنا آسفة يا أمه لم أقصد أي شيء من هذا لقد واجهنا في الخمسة والعشرين عاما الماضية مشاكل أكبر من هذه وهكذا لن نجلب العارة لأطفالنا بعون الله لقد فعلتما هذا دائما أجتم رائحة ماجه أستطيع أن أعرف رائحتها في أي مكان مزيج من رائحة الماعز ودخان فحم المستنقعات مع أي شيء آخر حقا كانت هنا يا ميري نعم كانت هنا كي تعطينا التعليمات التي ندلي على هديها بأقوالنا أما زعيم النصحين الآخر فهو ماركي حسن وما شأننا نحن بهذا كله إن هذا البيت كمعرض للجثة المجهولة كالمشرحة لقد كان هكذا طيلة اليوم حيث يخيم الصمت على الجميع ولا أحد قد تناول طعامه وكل هذا لأنه علينا أن ندلي ببعض الأقوال للبوليس سارة تانسي لقد تمسكت بمبادئك بشكل جدي إلى أبعد مدى امجي امجي من البيت واللحم الخنزير المملح وشجع الرجال على أكلها إن أباكي جالس في المطبخ مثل ماك نافت الذي علق بحبل من رقبته وترك أياما كي يموت على مهل لا داعي لأن أقدم له الطعام فلن يأكله إنه لا يستطيع حتى أن يدخن غليونه إن هذا بسبب وجهك العبوس بحق السماء افردي وجهك ودعي الأمور تسير فلم يسرق أحد مننا جون بيري لماذا كنت تبكين في غرفتك؟ وهل تعرفين دائما لأي شيء تبكين؟ غالبا إذن فلست شاعرة من الشعراء الدموع الدموع الهادئة التافعة أنا أعرف دائما ماذا تعني هذه الدموع أنك تختارين وقتا ضريفا جدا كي تكهرين بشعر التانسون ميري إننا جميعا تعساء يا ميري ليست الطريقة التي تهبط بها المتاعب على الناس صعبة قاسية إذا أردت رأيي فهي طريقة عفنة إذا مات جون بيري فسنجرجر جميعا إلى المحكمة ليستجوبونه ثم يأمرون بعد ذلك أن ننصرف مثل الكلاب والأسوأ ألا نذهب إلى المحكمة لن نستطيع ثانية أن نجلس حول المدفأة ونناقش أي شيء لن نستطيع أبدا أن ننظر في وجه أحدنا الآخر ثانية هذا هو الكبرياء إذا كان هذا هو الكبرياء فلابد أن يأخذ كل إنسان جرعة منه ونستطيع طبعا أن ندفنه ونكتمه يا ميري طبعا لكننا لن نستطيع أن نكتمه عن أنفسنا فهذا ألعن شيء لا تلعاني يا عزيزتي لم يغمض لي جفن مطلقا الليلة الماضية إنه شون الذي أشعر بالأسف من أجله قد يتلوى بقيتنا بسبب هذه المتاعب أما هو فسيواجهها كاملة خالصة هل أنت وشون أصدقاء؟ يا عزيزتي أجل وأكثر من ذلك إذن فواجبك واضح يجب أن تنصح شون أن يفعل الأحسن وما هو الأحسن؟ بالنسبة للمرأة فإن الشيء الأساسي هو أن تستبقي رجلها بعيدا عن المتاعب هذه هي خبرتي أكانت هذه هي النصيحة التي قدمتها لرجلك من عشرين عاما؟ كان هذا شيئا مختلفا كان الرجل حينئذ أكثر أمنا وهو داخل المشاكل منه وهو بعيد عنها لكنني كثيرا ما أتساءل أكان ذلك يستحق كل هذا الاهتمام؟ لقد كان يستحق الاهتمام للغاية من الصعب أن تدركي ذلك فكل شيء كنا نتصوره كبيرا انقلب لنراه صغيرا جدا معنى هذا أننا نكون قد نضغنا إنها علامة صحيحة عندما يجد الناس كل شيء صغيرا جدا فإنها لدليل على النضغ هل ناقشت الأمر مع شون؟ أبدا ولا كلمة واحدة كان يختفي في الحضيرة عندما أرجع إلى المنزل من المدرسة إنني أستطيع أن أعقل زوجي لكنني خائفة من شون لقد ولد حرا إذا قلت ذلك لشون فإنه سيهتز صلفا وكبرياء لكن هذا حقيقي لقد كان طفلا صغيرا إبان المعاهدة إنه أول رجل في جيله لا يرفع القبعة احتراما لأجنبيه لكنه يفرغ ما في جيبه كل يوم سبق عند الحدود ولماذا يعبر الحدود؟ إنني لم أرها حتى الآن يجب أن تكون الحدود على بعد ألف ميل بدلا من خمسة أميال لست بحاجة لأن تعبريها لتدريكي أنها هناك بالفعل إنها أشبه شيء بعدان الذرة تبدو كما لو أن شخصا ما يدوسها دائما حسن يا عزيزتي ينبغي أن أقنع ميشيل برأيي في مشكلتنا وأن نصل إلى اتفاق إنكم معشر الشباب تستطيعون أن تفعلوا ما تشاءون لكنني أنا أريد السلام وبأي ثمن؟ بأي ثمن لو تفهمت سارة مع الرقيب وتفهمت أنت مع شون فلن يكون هناك أي مشاكل على الإطلاق لن أتفاهم مع شون إن أباه هو الشخص الذي يمكنه أن يقوم بهذا إنه يستطيع أن يقنع شون بأي شيء وأن الغرابة الأسود لونه أبيض صارت تريدك يا ميري بني إنها في المطبخ هل شون أيضا هناك؟ أجل وهما يتكلمان في المشكلة سيحضر الرقيب إلى هنا في ظرف دقائق إن هذا كله يذكر المرء بحكاية مثل تلك التي تقول عنها الأغنية الشعبية ليلة أن امترح لاري على الأرض ميتة لا فائدة من ذلك أبدا يا ميشيل لقد حاولت أن أعقلها هي وصارة لكنهما لا تريدان الإصغاء إلي لا أستغرب هذا الحكاية كلها تنضح بنتا ماذا كان تريد تلك المدعوة ما جيهنا؟ لقد تكلمت كثيرا جدا حتى أنني لا أستطيع أن أتذكر ماذا كانت تريد حسنا أستطيع أن أخبرك أنا أن حضورها هنا ليس فيه أي خير لقد كان شون يتكلم باتزان وتعقل حتى رأاها عند الباب وعندئذ أخرس مثل الفأر إذا كان الشباب يصرحون بما يعرفون علانية فينبغي علينا أن نفعل المثل فلنستطيع أن نذكر جزءا من الحكاية قد استطيع أن نذكر أن جون بيري كان موجودا هنا في الليلة الماضية ألم يره الرقيب وهو يدخل إلى هنا؟ أعرف يا عزيزي ولكن لسنا بحاجة لأن نقول لماذا أتى؟ لكم أود أن أزيح هذا الموضوع بثقله عن صدري إننا إذا أخفينا أي شيء فإنه سينكشف في النهاية وعندئذ يصبح كل فرض في عائلة تانسي مثل الخنزير مثل فيليكس بات ومادي لقد قلت لك ساعتها أن لا تدع جون بيري يذكر اسم أه لكنك لم ترد الإنصاط إليه إنك إن لم تسأله صراحة وعلانية من هو ذلك الشخص الذي كان خائفا منه لما ذكر اسم بيتر دوليس على الإطلاق حسنا 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 لا داعي للبكاء على ما فات إن شون يقول إنه سيقص على الرقيب كل ما يعرفه ويتحمله النتائج لابد أن أعقل شون يا ميشيل أنا لا أريد منك أن تذله أو تكبح جمعه إنك لست بي حاجة لأن تطلبي مني هذا إن الولد على حق ولن أضغط على ولد يكون على حق تقول الأنسابيني إنك قادر على أن تقنع شون بأي شيء وإن الغراب الأسود لونه أبيض يا لله لا يوجد أي ريش أبيض في هذا الغراب وشون يعلم هذا تأتي المدعوة ما جي هنا فتضع النهاية للموضوع حسن يا عزيز حسن أي شيء تفعله سأفعله أنا أيضا يستطيع الشباب أن يسلكوا طريقهم الطريق الذي يسلكه أي واحد فينا يجب أن نتبعه جميعا وهذا هو أهم شيء إذا قدت أنت الطريق فسيتبعك الأولاد حتما إنهم يعرفون أنك لا تتراجع أبدا أمام أي إنسان إني لا أتعجب بحق الله لماذا حارب الناس الطيبون وماتوا أكان هذا من أجل بلد تخاف فيه لجنة محلفين أن تصدر قرار إدانة وأن لا يسمح لرجل عجوز من مستحق المعاشات أن يعيش ويموت في سلام إذا بدأت تتكلم هكذا فسنتحطم جميعا إن بعضهم من الغارقين في الزكر سيطلق رصاصة على رأس الشعوب وسيكون في هذا النهاية ماذا علي أن أفعل؟ ماذا؟ إذا لم يتمكن رجل صالح من قول الحقيقة فماذا علي أن يفعل؟ ينبغي أن تستخدم تمييزك الخاص إن المحافظة على النفس هي القانون الأول من قوانين الطبيعة إنك لم تنطق إلا بقدر ضئيل من الحقيقة عندما حاصرك بلاك وتانسي في الركن حسنا حسنا في الليلة الماضية لم أكن أهتم بشيء في العالم أو أي إنسان والآن أمام هذا التعقيد قد حدثتني نفسي بشيء ما عندما كنت تناقش الوطنية الصالح بأن الفكرة كانت خطيرة من السهل جدا الإقاع بك في شباك كلامك العقيم إذا تخلصت من هذه المحنة فسأكون رجلا آخر لن أسمح أبدا لأي غريب سواء كان غنيا أو فقيرا بأن يخطو عتبة داري سأمر بالناس في الطريق كما لو كنت تمثالا وإذا ندى ماركي على داري هو أو أي فرض على شاكلته فسأطلق عليه الكلاب سأفعل هذا طالما كان الله في السماء وقد أعزمت أن أقابل الرقيب بنفسي وأن أخبره بالحكاية كلها وسيعفيه هذا من استجواب بقية أفراد العائلة ثم تذهب إلى المحكمة؟ رجل سأذهب إلى المحكمة سأقول الحق وإذا دعت الضرورة فسأدع حبل المشنقة في عنق الرجل المطلوب وإذن فستصبح مرشدا للشرطة أما أبناؤك من بعدك فسيعيرون بأبيهم الذي عمل مرشدا للبوليس لا يخيفني هذا الآن إطلاقا إنه لشيء مبتذل جدا إن كل تفيلي شرير في هذه البلدة يعتمد على ذلك الغول العقود في إنقاذ رقبته إنك طبعا ستغضب المدينة لكنك ستعوض وسيجزلون لك العطاء جزاء تقديم معلوماتك سأقدم معلوماتي مجانا كما أني لا أريد كذلك أن أغضب البلدة سأكون أول مرشد لشرطة يطمئن في داره ويستمر في أداء عمله وستكون أول من يندم على هذه الفعلة تذكر أن أمك قالت هذا لقد حان الوقت لأن ينتهذ شخص ما الفرصة لا فائدة من لوم الآخرين إذا لم تنتهذي أنت الفرصة وسأضرب للزميل الآخر مثلا طيبا أعتقد أنك تعرف صنف الناس الذين ستحاربهم أعرف أنهم قطيع من الذئاب أنهم يخرجون بعد حلول الظلام كي يفترسوا الرجال المسنين من مستحق المعاشات لا تنسى المزرعة عند سفح الجبل وقطيع الماشية المسكين البريء الذي يرعى فيها لن يتعرضوا لماشيتنا وإذا فعلوا فسأصعد الجبل في وضح النهار وأقابل زعيمهم إنهم لن يجرؤوا على قذف الدقيق في عيني إذا وصل الأمر إلى هذا الحد يا شهون فسأصعد الجبل معك سأفعل مادة ما اسمي هو مش التنسي هذا هو الكلام المضبوط يا أبي هذا ما أتوقعه من أحد جنود الفرقة القديمة ولكنني آمل أن لا تدوى الضرورة لمحاربة أليدوليس وليأتجنب هذا فسأكون في غاية الأدب معهم أعتقد أنه علينا نحن النسوة الثلاث أن نخرج ونترككما لتحسم الأمر لن يحرك أي واحد منكم قدمه إذا كان الرقيب سيحضر هنا فإجب أن نكون مستعدين لمقابلته كما يجب أن نكون متفقين في الأراء لقد أضعنا فرصتنا ها هو عند الباب الخارجي لا بد أن يكون مع الرقيب سيارته وإلا فإنه يكون قد مشى على قدميه من بيت جونفير اذهب يا سارة وانظري من هناك الأحربي ألا أذهب يا أمي اذهب يا طفلتي وإذا كان هو الرقيب فاستبقيه بالكلام بضعة دقائق حتى نستطيع أن نرتب شيئا متفقا عليه بإجماع الأراء يحسن بكم أن تسرعوا فإنني لن أستبقيه طويلا سوف نخبر الرقيب أن جونبيري كان في زيارتنا هنا الليلة الماضية وأنه تكلم عن العنزة وبعض الأمور التافهة الأخرى وذهب بعدئذ إلى بيته ولماذا لا نذكر الأمور التافهة الأخرى أن جونبيري أخبرنا أنهم سمموا الكلب وأنه كان في خوف مميت من بيتر دوليس وأنه كان معه جنيهان في كيسه وكان يريد أن يتركهما هنا ليكون في أمان وأن الجنيهين كان ممزقين من أركانهما إذا ذكرت هذا فستغمرنا المتاعب حتى رقابنا وأنتم معشر الشباب تعرفون هذا لكن الكبرياء قد تملك منكم وتسرط عليكم أمك على حق يشون إننا لن نستطيع أن نستنشخ أي أنفاس نظيفة بعد ذلك الناظر أدار يقول إن جونبيري قد مات وإنهم قبضوا على بيتر دوليس أجل سوف توضع بلدتنا على الخريطة حالا فلا شيئك القتل يجيز وضع مكان صغير مثل بلدتنا على الخريطة إنه الأمر مفزع يا حضرة الناظر أجل وذني ميس بيني لقد تناهى إلى سمعي أنك كنت ترافقين الرقيب دائما أرجو أن لا يكون هذا حقيقيا هل الأمر كذلك؟ ليس بالمعنى الذي تقصده فبأي معنى أفهم العلا إن الرقيب وأنا مجرد صديقه هذه قد يعني هذا شيئا لكنني أريد الحقائق هل كنتما تتقابلان أنت والرقيب في مبنى المدرسة بعد انتهاء ساعة الدراسة؟ أجل أحيانا كنت أنا وأختي هناك أيضا سيدي أنا لا أوجه ملاحظات إليك إن شأني الآن مع مرؤوستي ميس بني من أعطاك الإذن لدخول المبنى بعد ساعات الدراسة؟ كان مع المفتاح في جيبي اعتقدت أن هذا يعطيني الحق في دخول حجرة فصلي في أي وقت آه وأنت ملأي المكان بكل العينات من الأشخاص لم أدعو أبدا أي واحد إلا الرقيب وصديقين موجودين هنا هما شون و سارة ولكنك دعوتي فعلا هؤلاء الأشخاص؟ أجل حسنا إن علم التزامك بالنظام قد أثمر نتائجه إن أغلبية التلاميذ من الجبل وقد قبض صديقك الرقيب على واحد من جماعة دوليس بتهمة القتل هل تدركين معنا هذا؟ أجل إنه لأمر مشؤوم جدا أنا آسفة لا شك في هذا لكنني أريد شيئا آخر أكثر من مجرد التعبير عن الأسف يجب أن تطلبي في الحال أجازة مرضية لمدة شهر أجازة؟ لكنني لست مريضة يا حضرة الناظر ستمرضين إذا بقيت هنا ما هي الفكرة من ورائي هذا؟ الفكرة هي أن نبعدك عن الطريق حتى تنتهي هذه الحادثة المشؤومة على غير حسن وأنا لن أتزحزح من هنا قيد أنملة حسن يا ميس فيني إذا دفعت لهذا فسأستقيل لكنني وبكل تأكيد لن أختفي مثل اللصوص وسأقابل في الحال رئيس قساويسة الأبرشية لا حاجة بك لهذا لقد قابلته أنا منذ فترة بسيطة إذا فسأذهب الآن فورا وأقابل زوجتك ماذا؟ فهي رئيستي وليس أنا تعالي هنا تعالي تعالي هنا إن زوجتي لا تعرف شيئا عن هذا ستعرف حالا لا يجب أن تنشر هذه المشكلة في منزلي إن هدفي الوحيد هو أن أبعدك أنت وأنا وأهل هذا البيت الطيبين بعيدا عن هذه الحرب الأهلية لقد سبق لنا أن عرفنا جماعة دوليس وأنت لا تعرفينهم ميس بيني افعالي ما يقوله لك حضرة الناظر إنه يعرف الخطر الذي يهدد كل واحد مننا لقد اضطر أن يطلب حماية الشرطة عندما حدث الإضراب الأول في المدرسة سأفعل أي شيء إلا الهروب إذا هجمتك نسوة جماعة دوليس فلن يكون أمامك وقت لتهربي سيمزقونك إربا إربا لقد حدث سوء تفاهم مرة بيني وبينهم هؤلاء الناس وقد استمر لي عشرة أسابيع ولا أريد أن يتكرر ثانية اقسموا بحق الله يا ميري بيني إنهم سيمزقونك لا أريد أي تمتاعب معهم أو مع أي إنسان آخر لكنني لن أهرب حسن جدا حسن جدا يا ميس بيني ماشر تانسي على الرغم من اتجاهاتك السياسية فأنا لا أضمر لك شيئا ولا لعائلتك شعور متبادل يا حضرة الناظر على الرغم من اتجاهات كانت لك أي اتجاهات فإننا جميعا نحترمك ولكي أبرهن لك على صداقة الحقة فسأحذرك تحذيرا هاما دع جماعة دوليس وشأنهم هذه مصيحة سديدة يا حضرة الناظر إنهم يهمسون بأن جون بيري كان موجودا هنا الليلة الماضية وسواء أكان موجودا أو لم يكن فكلما أصرعت بإنكار هذا كلما كان هذا أفضل لكن الرقيب كان هنا الليلة الماضية وشاهد جون بيري داخلا يا إلهي إنك غالق في المشكلة حتى خمة رأسك لو كنت عرفت هذا لم اقتربت من ذلك الليلة هل أدليت بأي أقوال؟ ليس بعد ولكننا نتوقع حضور الرقيب هنا في أي لحظة إذن فمن أجل خاطري لا تعطيه أي معلومات إن لدينا معلومات قليلة وسنعطيها لأي إنسان لا تقل له شيئا ولا حرف لقد قبضوا على دوليس الصغير ولكنهم سيضطرون لإطلاق صراحه إذا لم تقدم لهم أدلة أكثر فلا تقدم لهم شيئا لا شيء لدينا لنقل هؤلاء الشباب لا يدركون إنهم لم يشاهدوا جماعة دوليس في ميدان الحرب لكن أنت وأنا نعرف تماما من يكونون وقدك ألم يتعارك معهم؟ أجل بسبب الأغنام المسروقة ولقد حربوه حتى أودوا بحياته وقذفوا جنازته بالحجارة وأبوك من بعده هل أبرم السلام معهم؟ أجل وكانت كلماته الأخيرة لي هي تحمل أي شيء أعطهم أي شيء يريدون فهذا أفضل من أن تتحارب مع آل دوليس رجل حكيم؟ في ذلك الوقت كان قومنا يمتلكون مساحة كبيرة من الجبل لكن أبي أعطاها لجماعة دوليس هل باع نصيبه منها؟ باع نصيبه؟ ومن يجرؤ على شرائه في رأيك هذه هي الطريقة التي أبرم بها السلام معهم أم أعطاهم الأرض وغسل يده كلية منهم ومن الأرض لقد كان رجلا غبيا؟ ربما شون لكنه حاول في بانئ الأمر كل وسيلة أخرى حاول بالقانون وبكل شيء كلا كلا لم يحاول جهده بما فيه الكفاية إننا إذا قومناهم لسترددنا نصيبنا من الجبل أبدا لن يكون نصيبنا من الجبل في حوزتي ثانية إنني لأفضل أن أخذ على عاتقي وعنطي بخاطر جزءا من الممر البولندي الخطر الذي أوجدته معاهرة فرساي هل تريد أن تحاربهم بعد هذا؟ سأحاربهم؟ سأحطمهم؟ وسيتعلمون حينئذ كيف يحترمونني؟ إنك لها نتتكلم بنفس الأسلوب الذي تكلم به بيكشوت فوستر وبيلفور العجوز لقد وقف ومن خلفهما كل الجيوش البريطانية أمام جماعة دوليس وكلنا يعرف كيف احترمهم آل دوليس من هذا بحق الله؟ لقد دخل شخص ما من الباب الخلفية انتظر رحفت هل أستطيع أن أخرج من هنا؟ يجب أن لا يراني أحد في هذا المنسل فعليك الخروج من النفذة أهو أنت يا ماطي؟ ومن يكون معك؟ إنه المسكين دوليس إنه يريد أن يكلمك كلمة أنت وشون؟ لقد قبضوا على ابن بيتر إنهم يريدون العين بالعين ولكن إذا أصبح هذا هو القانون فلكن جالك كذلك يا عزيزي هاف يا عزيزي ها إنك الآن متكدر وغاضب ولكن لا تسلم نفسك لهذه الانفعالات كلنا أصدقاء هنا وآسفون لمشكلتك إنهم صرعان ما يكتشفون أنهم أخذوا الرجل الغير مطلوب وسيرجع إليك ابنك بيتر بأعلام الانتصار ترفني فمن فوقي هل يوجد هنا في هذا المنزل أحد شاهد ابن بيتر في هذه الناحية الليلة الماضية؟ إذا كان هناك من رأاه فلتكلم الآن لم يشاهد أحد من هذا المنزل ابنك بيتر في الليلة الماضية هل تتحدث نيابة عن الجميع؟ لن أتحدث نيابة عن الجميع هنا شون تانسي؟ أريد منك أن تؤيد هذا الكلام بلسانك هذا شيء سهل يا سيد دوليس لمشاهد ابنك بيتر ولا ليلة أمس لا هنا ولا في أي مكان آخر لا حاجة بك يا نياشون فأنا لا أطلق عليك اللقب سيد لقد كان أجداد عائلة تانسي وعائلة دوليس بسطاء وفقراء للغاية بحيث لم يكونوا ينتظرون أي تلقاب أمي هل تمانعون أنت وصارة ومس بني في الذهاب إلى المضح؟ اخمع يا حاف دوليس لا داعي لأن تحتبى مع شون لقد أجاب على سؤالك بغير تردد ماذا يستطيع أن يفعل أكثر من هذا؟ إنك متكدر وغادب كما يقول حضرة الناظر وإنا لنتعاطف معك في محنتك ما ستشعرين إذا ما قبضوا على ابنك لمجرد أنه لم يكن عليه إلا قميص واحد فوق ظهره سأشعر بالحزن كما تشعر أنت الآن لكني لن أسعد إلى دارك لألومك أو ألوم أسختك يا حبي إجابة حصيفة هكذا الأمهات دائما لقد قبضوا على إنسان بريء الدنيا كلها تعرف ذلك يا حاف بالتأكيد لقد اعتقدوا أنني أنا الذي فعلتها لقد سألوني واستجوبوني لمدة ساعة لكنهم لم يستطيعوا أن يهزوني وقد طردوني بعد ذلك وسيحدث نفس الشيء مع بطر إن ابنك ليس في خطر يا حاف إن الأقوال التي ضده لا قيمة لها ومن أين لنا أن نعرف ذلك لو كان جون بري فتح فمه قبل أن يموت ومن أين لنا أن نعرف ماذا كان يقول إنه لم يكن يحب مجرد رؤية بيته إن جون بري لم يفتح فمه أبداً ولو فعل فمن كان يصدق هذيان رجل على فراش الموت أعرف أن هناك كثيرين كانوا سيصدقون ذلك الهذيان لأنهم يريدون أن يصدقوا لو حدث زلزال في جهنم فهناك أناس يتطلعون بأبصارهم إلى الجبل لينظروا كيف بدأه أهل دولس ليس هؤلاء الحاضرين من الناس يا أهف إن عائلة تانسي تحترمكم ونحن جميعاً نحترمكم عندما كنت في مثل سن بيتر قبض عليه لأن أحد الحوانيت الصغيرة قد سطى اللصوص عليه ولأنهم وجدوني ومعي بنس في جيبي بنس واحد يتيم ولقد تعجب رئيس الفلق الخاصة نفسه كيف حدث لي هذا؟ لقد كانت أيرلاً دا حنائز موضوعة تحت المراقبة الشديدة تحت المايكروسكوب وبعد مضي الشهر تعجب رئيس الشرطة كيف قبض على مبلس صغير إن هذا هو أحد الأشياء التي أرصاها آل دوليس في أنفسهم عبر العصور هو القدرة على التراوع والاتداد وفي هذه الحالة فإنهم لم يحصلوا على بنس واحد كدليل إدانة ولا حتى إن فيليكس بات وهو شخص محترم للغاية شاهد الرجل الذي هاجم جون بيري ولم يكن هو بيتر دوليس لقد جذب فيليكس بات البصات تحت أقدامهم لقد أخذوا أقواله كتابة ولن يستطيعوا أن يغيروا فيها قل يا عشون متى شهدت بن بيتر آخر مرة؟ أول أمس في واضح إنها؟ عاجل كان الجو صافياً تماماً وهل كان قريباً منك؟ كلا لقد كان يمشي خلال الحشائش القصيرة أظن أن المرأة يمكنه أن يواصل المتيا خلال الحشائش القصيرة دون أن يرتكب جريمة ومن قال إنه كان يرتكب جريمة؟ اسمع، اسمع يا أف إنك الآن تحارب ظلك فقط إن الشون تنسي لم يعر ولدك أي اهتمام على الإطلاق ولا أدنى اهتمام لقد كان بالخارج يصطاد الأرانب هل لاحظت أنه كان معه حيوان بن عرس الذي يصطاد به الأرانب؟ كلا لم أرى أي ابن عرس فلم أكن أنا أبحث عن هذا الحيوان لكن كان من الممكن أن يكون معه حيوان بن عرس دون أن تراه أنت أجل كان من الممكن أن يحمل معه بضعة حيوانات وليدة صغيرة من حيوان ابن عرس والآن يا هفدو لسه ماذا تريد أكثر من هذا؟ أليس الشون شريفا نقيا كالصلب؟ لست أفهم ما علاقة بن عرس بالموضوع على أي حال إن جون بيري لم يضرب أو يسرق ليلة أمس بل كان ذلك في الليلة الماضية لقد كان جون بيري حيا يرزق نهار أمس هجل، هجل أليست هذه كلماتي بالضبط؟ ولم يشاهد أي فرد في هذه العائلة ابنك في أي مكان أمس أو ليلة أمس وهل ستقول هذا للرقيب؟ سأقول إذا هو سألني وأن أقول أي شيء آخر فسيكون كذبا وإذا كنت تعتقد أننا قد نقول للرقيب أي كذبة كي نؤذي ابنك فأنت إذن لا تعرفنا على الإطلاق إنني أعرفك يا ميشيل وقد عرفت أباك وقد كانت هناك فترة سلام طويلة بيننا لكن ابنك شون يريد أن يطأنا بقدمي هذه كذبة خطيرة شون، أرجو المعذرة هل أستطيع أن أذهب الآن؟ اقفل فمك وقف هناك شون، أتدعوني كاذبا؟ أجل، من إخمص قدميك حتى قمة رأسك فأنا لا أريد أن أطى أحدا بقدمي كما أني لن أدى أحدا سواء كان مخمورا أو في وعيه أن يطأني بقدمي اسمع يا هافدوليس لقد أثرت الفتاة لك في أن تواجمه وتثير حميته لقد كان أتكلمك صديق قديم حتى أثرته أن أنا لم أثر إطلاقا ولم أرتعب ولم أخاف كذلك إذا كان هافدوليس يكن حقدا قديما ضدي فإنه مخطئ والآن يا هاف يا حبي أقبل فمك هذا دعني أنا والتانس الصغيرة نحسم الأمر إذا كان يريد السلام فسيحصل عليه وإذا كان يسعى وراء الحرب فأنا مستعد للقتال والآن أيها الفتاة قل كلمتك أعتقد يا هافدوليس أنك مجنون ما الذي يريده أي إنسان من وراء الحرب لقد عانينا بما فيه الكفاية في زمن السلم هذه إجابة لا بأس بها لا بد أن يكون بك شيء من صفات القد يون تانس الكبير يخيل لي أنه يوجد في معظم الناس شيء من أجدادهم بما في ذلك أنت نفسك وكلما كسر هذا القدر فينا عن الأجداد كلما كان ذلك أفضل لأن الرجال الكبار القدماء كانوا أمناء أقوياء لقد تحملوا شدة القوع والعبودية وتركوكم أنتم أيها الأولاد لتأكلوها بيضة مقشرة كثيرا ما أخبرت شون عن الأوقات القاسية الماضية إنها ما زالت أياما قاسية كما كانت بالنسبة لنا نحن فإن قبيلة دوليس ما زالت تعاني الفقر كما كانت تعانيه منذ فجر التاريخ أسألكم المعزرة إن هذا ما يجعلني على ما أنا عليه اشتراكيا كبيرا إنني أظل أسائل نفسي ما الذي قدمته عشرون سنة من الحكم الوطني لآل دوليس ولم يستمتع به تحت الحكم الأجنبي لعنة الله على الكل هذه هي الإجابة على سؤالك إن هذا يجعل دمي يغلي لقد ظل آل دوليس المساكين يعيشون على الأمل ويتغذون على الوعود الودية لكن كل ما استطاعوا أن يروه من الأرض الموعودة كانت مجرد خيال لا أقرب على هذا يا سيد شون لو استطعت لا أستطيع لقد كان غشاءا خداعا دام طويلا إنني أذكر أنني عندما كنت غلاما سمعت أحد المرشحين القدماء في الحزب الأيرلندي وهو يخاطبهم قائلا يا رجال الجبل إن خلاصكم لقريب وسيعيش أكبركم سنا في هذا الزحام الكثير ليرى العلم الأخضر الأيرلندي يرفرف بفخر في الهواء فوق برلمان الأيرلندي وستكونون أول من يجني ثمار النص رد على هذا يا سيد شون وما دخل البرلمان؟ ما دخل البرلمان؟ ألم يكن فيه قبل أن يأتي هنا؟ لقد أدرك في البرلمان ثم أرسل به إلى هنا ليخطب في الأهالي أليس هذا ما انتهت إليه الأمور حتى الآن؟ إننا لنتمنى أن نراك فوق قمة العالم يا هف لقد كان أبي صديقا حميما لقومك لقد كان صديقا فعلا ونحن لا ننسى أبدا أي صديق ولا نغفر لأي عدو لا أعداء لك في هذا البيت هل تتكلم نيابة عن الجميع؟ نيابة عن كل واحد هنا إذن فهي معاهدة جديدة شون تانسي سيحل السلام السلام حتى تنقض أنت المعاهدة الحمد لله هاتي يدك لنتصافح يا ميشيل وكما يقول العربي لصديقه فليبارك الله وليزد في قبيلتك إنها أمنية من القلب يا هف أشكرك وهل حدث أن لقيت منا أي أذن أو ضرر أبدا بعد أن تنازل أبوك عن دعوة وفي الجمل إطلاقا ولن تلاقي منا أي أذن أبدا يدك يا غلام إنك تعيش عيشة طيبة جدا حقا؟ إنك لك ذلك بالتأكيد إن الحياة تفيد عليك وتنعم هذا هذيان آخر من هذيانك إنني لا أمتلك شيئا إلا ما ألبسه على جسدي إنني لا أمتلك من الأرض الأيرلندية ما يكفي لأن أدفن فيه وماذا عن المزرعة الجديدة؟ مئة هكتار واسعة من الأرض تلك المزرعة التي كانت تخص يوما كلاندوليس أليست هذه المزرعة ملك؟ كلا كلا يا هفدوليس لقد اشتراها أبي مخالفا بذلك مشورتي ولم يكن معه كل النقود ليسدد ثمنها ولذلك فعندما شهدتني أنت وأنا أركب الجواد وأدور حولها رافعا رأسي في الهواء لعلك قلت في نفسك أي نوع من الملاك أنا؟ إنك الجد العجوز وقد قام من القبر كان بإمكانه أن يقول كلاما رقيقا أو يضرب ضربة عنيفة صافحني لآخر مرة إنها معاهدة معاهدة جديدة وطالما احترمت هذه المعاهدة فسيساندك القبل ويقف من ورائك راسخا كقبال الألف شكرا لله أنت غريبة في هذه الناحية يا سيدة أجل لكنني سأصبح مواطنة قريبا كيف حال أطفالي في المدرسة؟ رائع إنهم أذكى أطفال المدرسة كيف حال سلوكهم؟ عظيم لا يبارا هذا شيء مرضي كم طفلا لديك من الجبل؟ في مدرسة سبعة عشر إذن فسأقدم لك نصيحة صغيرة إذا سألك الرقيب أية أسئلة عني أو عن أطفالي فقول له إنك لا تعرفين شيئا هل ستذكرين هذا؟ آجل لن أنسى فحيث أني غريبة هنا فأنا لست مهتمة بالشؤون المحلية على الإطلاق إذا تمسكت بهذا فستحافظين على وظيفتك المحترمة ومرتبك الكبير أما إذا تدخلت فيما لا يعنيك فسيصبح لديك سبعة عشر مقعدا خاليا في المدرسة هذا شيء صريح وواضح إنها ستتذكر هذا كما يجب علي أن أخبرك يا سيدي أن ابنك جني تلميذ نموذجي وهل هو مطيع؟ مطيع جدا يا سيدي إنه لم يسبب لي أي تمتاعي هذا شيء مرضي والآن أخشى أن يكون علي نذر إنك ستأتي معي أريد منك أن تكتب لي بضعة خطابات تسكية بخصوص شخصية بيتر اتبعني سنخرج من الباب الخلفي بالطريقة التي دخلنا بها ها أنا زا أترككم ونحن أصدقاء ولكن تذكروا معاهدة منقوضة تعني الحرب شون اذهب وأدخل رقيب لن أفعل يا أبي اذهب أنت بنفسك يا ميشيل الأفضل أن لا أذهب يا كاترين سأذهب أنا سأكلمه أنا بنفسي يا شون ولا تناقبني وهو كذلك يا أبي إذا جعلت من نفسك كذابا فلن أقول كلمة واحدة كنت أتمنى أن يكون أمامنا فسحة أطول من الوقت لنا غير مستعدين للقائه بالمرة سأكلمه أنا يا ميشيل كلا كلا يا كاترين إنها ليست مهمة لطيفة وسأقوم بها أنا بنفسي إذا رغبت فسأقول أنا له الحقيقة وأتحمل النتائج وتأتيك كل قبيلة دوليس مسلحين هل سيفكر ذلك الرجل المجنون أدنى تفكير في أن يتعنك بسكين آه يا للجحيم سنسلك الطريقة السهلة يا شون فلسنا الوحيدين الذين يكنون احتراما معينا للمجرمين البلهاء انظر إلى شيكاغو لا يهم الآن يا شون لقد تلعبنا بالحقيقة فعلا إننا لسنا مواطنين صالحين إننا مجرد قطيع من العبيد حسنا حسنا يا سيد تانسي لست قادما هذه المرة بمكافأة كلا أيها الرقيب كلا لقد كان هاف دوليس ومارك العجوز لديكم هنا أجل كان هنا لقد قبضنا على بيتر هكذا إن الأب في حالة سيئة ربما تريد أن تعرف لماذا جاء هنا حسنا أنا طبعا أقوم بعمل الآن أجمع التحريات أعلم أيها الرقيب لقد ألقى دوليس سؤالا واحدا أساسيا ولقد أجبناه الآن فهمت لقد سأل إذا ما كنت أنا أو أي فرد في العائلة قد شاهد بيتر هنا في الليلة الماضية فأجبته نيابة عن الجميع أننا لم نشاهد هكذا؟ كنت على وشك أن أسأل نفس السؤال حسناً لقد حصلت على نفس الإجابة لم يشاهد أحد من هذا المنزل بيتر دوليس بلحمه وشحمه أمس أو مساء أمس ألست أسفاً هناك بضعة أشياء أراجعها معكم عندكم هنا في الليلة الماضية نعم كان عندنا لقد شاهدته بنفسك وهو يدخل إنه لكذلك وكانت بيده بلطة على ما أذكر أجل نوع من السكاكين المشارشرة التي تستخدم في قطع الخشب هل أشار إلى الغرض من حملها ولا إيمها؟ قد ماذا؟ ألم يقل مما كان خائفاً؟ لقد قال شيئاً ما عن الجيران السيئين هل ذكر أي جار سيء بصفة خاصة؟ لم أكركهم يناقشون هذا أيها الرقيب لأنني الرجل العجوز وقد ولقد سأني هذا منك إلى حد ما لقد كان الرجل العفسه جيداً إنه لشيء يؤسف له حقاً إن جون بيري العجوز كان آخر رجل نفكر أن أي أحد يمكن أن يتعرض له لقد كان هادئاً في نفسي وضعيفاً جداً ولكن أليس هذا هو نوع الناس المسنين رجالاً كانوا أم نساء الذين يعتدى عليهم دائماً؟ إنهم لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم إنه من المروع أن يفكر الإنسان في هذا مروع جداً في الحقيقة إنها لا وصمة في جبين البلد كلها ولكن إذا كان الناس الطيبون الذين يعرفون الجناه يرفضون أن يدلوا بشهادتهم فماذا نستطيع؟ أقل القليل أقل القليل في الحقيقة إنني أعرف الآن متى جاء جون بيري إلى هنا في الليلة كم من الوقت مكث هنا؟ حوالي عشر دقائق لقد أعطته سارة كوباً من اللبن ثم جلس فترة قصيرة وتكلم عن العنزة هل ذكر الكلب؟ أجل قال إن الكلب مات وهل علق بأي شيء؟ هل تتذكر؟ قلنا إنه من المحتمل أن يكون قد مات من كبر السن وجون نفسه ماذا قال؟ يبدو أنه كان يعتقد أن الكلب قد سمم ولقد كان محقاً لقد مات الكلب من أثر مادة الاستركنين السامة كانت قد وضعت على قطعة من الكبد ودفع بها تحت الباب يا إلهي أيصل الشر إلى هذا الحد؟ كم مضى من الوقت بعد خروج جون بيري من هنا عندما حضر ماركي؟ بضع دقائق فقط وهل تبعه ماركي إلى البيت؟ كلا لقد خرج ماركي من هنا في الساعة السابعة إلى عشر دقائق كي يذهب إلى بيت فيليكس بات كان عليها أن يقضي الليلة مع جون بيري لكنه غير رأيه حسناً حسناً لقد عرفت بقية القصة من فيليكس بات لقد كان هما وماركي يطبخونها ويعدونها طوال اليوم إننا نتوقع هذا النوع من الأفعال من هذه الطبقة من الناس يا للمساكين مساكين فعلاً ومنحطون لقد كان النظر نفسه يرتجف حذاؤه خوفاً يا لله إن العبودية لطبيعة ثانية لكل واحد مننا إنها تتلاشى بصعوبة أيها الرقيب إنها لا تتلاشى أبداً إنها خالدة هذه هي أقوال جون بيري أتحب أن تعرف محتوياتها؟ كلا لا أحب الآن قد فهمت هل قلت كل ما تريد أن تقوله؟ أجل هل السيد تانسي يتكلم نيابة عن الجميع؟ أجل في هذه الحالة سيكون علينا أن نطلق صراحة بيتر دوليس إننا نعلم أنه القاتل لكننا لا نملك أدلة كافية كي تثبت هذا لقد عثر على هذا الكيس عند آل دوليس أعتقد أنه يخص الرجل المتوفى إنه يحتوي على جنيهين ورقيين بأجزاء مقطوعة من الأركان يا سيد تانسي هل سبق لك أن رأيت هذا الكيس من قبل؟ ماذا قلت؟ لقد سألت ما إذا كنت قد رأيت هذا الكيس من قبل هل رأيته؟ أجبه يا أبي أجل رأيته رأيته الليلة الماضية مع جون بيري مشاهد لا فائدة يا كاترين لني أفضل أن أموت من أن ألقي بكذبة صريحة أمام عائلتي لنسعيد أن تكلمت يا أبي لأنني كنت سأصرح بما أعرف فقد كان يخنقني أيها الرقيب هل تريد أن نأخذ النساء معنا إلى المحكمة؟ كلا كلا يكفي أنت وشون أو حتى شون وحده ليدلي بأقوالي بل سندلي بأقوالنا نحن الاثنين من أجل السلام الذي حاولنا جاهدين أن نحصل عليه لقد كان منظر كيس نقود جون بيري فوق احتمالي لقد كنت سأرتعب من شبح جون بيري أكثر من خوفي من جماعة دوليس أخرج ورقة وأقل من يستف وسأدلي بشهادتي كاملة أنني أشعر الآن بأنني خفيف كريش طبعا طبعا يا شون يا لله لكم أنا سعيد أن المشكلة انتهت لقد كنت أشعر أنني أكثر الموجودين إعياء في هذه الغرفة سارة أحضر الزجاجة سأدفع عيني من أجل الكأس إذا طلطيهما يا سارة واسمع يا سارة أطبخي فخذ الخنزير المقدد وكل البيض الموجود في البيت وقدم لنا وبة لتيذة لقد عادت إلي شهيتي مع عودة احترامي لنفسي تعالوا يا أطفالي سأذهب وأقطع فخذ الخنزير فأنا أيضا أشعر بالجوع من أشعر بالجدم ولكن بأس صحيح شوهدت اليوم طائرات أجنبية فوق الساحل الشرقي لبريطانيا ويقال إنها ولت هربة عندما انطلق الطيرون البريطانيون لأطراضها هذا ويقال إنه لم تلقى أي تقنبلة قضية قد انتهت بعد ظهر اليوم قضية بيتر دوليس الذي كان متهما بقتل رجل عجوز من أرباب المعاشات وقد أصدر المحلفون قرارهم بأنه غير مذنب وأطلق صراحه وبهذا تنتهي نشرة الأخبار حمد لله لسماعي هذا يا سارة لقد كنت أصلي من أجل هذا الخبر صباح مساء إذا كانت القضية قد انتهت في وقت مبكر بعد ظهر اليوم فسيكون أبوك وشون هنا هذا المزاء لقد تعلم درسا لطيفا في الوطنية الصالحة موسيقى موسيقى من روائع المسرح الأيرلندي المعاصر قدمنا لكم الجزء الأول من ثنائية الممر الوعر تأليف جورج شيلز ترجمة مصطفى أبو حطب وإبراهيم الدسوقي قام بالتمثيل حسب سماعي الأصوات مديحة حمدي في دور سارة الناظر نجيب سرور المذيع وقام بدور الراوي عمر ناجي موسيقى قام بتسجيل المسرحية إبراهيم إمام إبراهيم نوبي ومحمد أبو طالب المخرج المساعد إبراهيم الدسوقي الممر الوعر مصرحية من إخراج مصطفى أبو حطب موسيقى موسيقى